النهاردة حلقتنا خاصة جدا بعيدة عن الدوري فيها كلام كتير عن المستقبل مستقبل الكرة المصرية سمعت عن التجربة الألمانية في كرة القدم؟ طيب سمعت عن التجربة البنجيكية؟ سمعنا من اتحاد الكرة ان فيه تيارب كتير هنحاول ناخد منها وانطور الكرة بتاعتنا بس الحكاية حكاية منتخبه بس؟ ولا الحكاية أكبر من كده بكتير؟ النهاردة في رقم 10 هنروح للتجارب دي نفهم عمله ايه ونجحه ازاي ناخد منها اللي نعرف نستفيد منه لعله وعسى الحال يتبدل والكرة عندنا تتغير يا اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 النهاردة ضفنا في هزي الحلقة عبر زوم هو ميشيل سابلون ميشيل سابلون دي يبقى مين؟ ميشيل سابلون ده هو ميشيل سابلون ده يبقى مين؟ اللي طور الكرة في بلجيك الاسم دايما اللي بنسمع عنه وما نعرفوش أو ما نسمعوش ما سمعناش منه قبل كده هو طور الكرة في بلجيك ازاي؟ ازاي الدولة او المنتخب اللي كان في التصنيف 73 عالميا يوصل في مرحلة من المراحل انه يبقى في التصنيف الاول عالميا سابق البرازيل والارجنتين والمانيا وأسبانيا وايطاليا وهولندا وكل المنتخبات الكبيرة دي ازاي ده حصل؟ ازاي ده حصل معانا الراجل اللي النهاردة المهندس اللي غير كل حاجة اللي عمل كل حاجة بس قبل ما نروح له قبل ما نتكلم كثيرا وناخد منه محاضرة محاضرة مش حوار النهاردة شبه المحاضرة نسمع كل حاجة في الكرة اتعامت ازاي وتصلحت ازاي في بلجيك عشان يبقوا منتخب كبير يطلع حاظر دي براين ولكاكو وغيرهم وكان في بعض الكهارات الموافقة على إقامة مباراة منتخب مصر أمام ملاوي ضمن تصفيات المواهلة الكأس أفريقيا 2023 على استاد اسكندرية وده قرار رائع جدا عشان استاد الكهيرة مش هيملى الجماهير مش هتملى مدرجات وستاد اسكندرية ممكن يبقى المدرجات ان شاء الله مليانة لصغر الحجم أو صغر ساعة الجماهير وده بالنسبة لملعب المباراة تاني حاجة الموافقة على تعيين الانجليزي مارك كلاتنبرج رئيسا للجنة تطوير الحكام قرار رائع وعظيم وكلنا وراء الموافقة على اعتبار نتائج الدور الأول لبطوط الدوري الممتاز لهذا الموسم معيار اختيار الأندية المشاركة بالبطوط الأفريقية وسيتم الإعلان بعد نهاية جميع مباراة الدور الأول يوم 6-7-2022 الأهل يوز مالك دوري أبطال أفريقيا وبراميدز وفيوتشر في الكونفيدرالية أربعة الموافقة على إرسال خطاب للاتحاد الأفريقي لكرة القدم وفقا لما جاء بخطاب وزارة الشباب والرياضة اعتماد موعد مباراة السوبر المصري لتكون يوم 21-10-2022 بمدينة بوزبي الإماراتية مخاطبة الجهات الأمنية لحضور 5000 مشجع في مباراة الكاس اسوة بمباراة الدوري الممتاز سبعة إسناد الإشراف على ملف هيكلة الإدارة التنفيذية بالاتحاد إلى اللواء محمد حلمي مشهور وعادة وتنظيم الإدارة التنفيذية من حيث استحداث إدارة للترجمة وموارد بشرية وإدارة متابعة وإدارة تفتيش داخلي وإدارة السكرتارية والعرض على مجلس الإدارة إسناد إشراف على هيكلة الإدارة المالية لخالد درندالي نائب رئيس اتحاد الكرة واعتماد المذكرة المقدمة من إدارة أشؤون القونية باحتساب نتيجة مباراة الأهلي والمصري مواليد 2001 لصالح النادي الأهلي يكون أشرك النادي المصري اللاعب إبراهيم سعيد فهمي غير الصحيح أو شراكه غير الصحيح وتكليف الكابتن حاز إمام ومحمد بركات عدو المجلس بمناجعة برامج المنتخبات الوطنية دي أبرز الكارات النهاردة من اتحاد الكرة لديهم النهاردة زي ما ترككم الحلقة خاصة جدا عن فكرة إزاي نطور الكرة بتاعتنا نجيب الناس بقى اللي بتطور الكرة نجيب الناس اللي بيفكروا في تطوير الكرة النهاردة مش لقيين مدير فني لمنتخبنا آه منتخب مصر مش لقيين له مدير فني الطبيعي إنك لما تروح تشاور لمدرب تقول له أنت جاي تدرى منتخب مصر هيجي على طول إيه اللي حصل؟ إيه الأزمة؟ إيه الأزمة؟ إحنا الفترة رفاة ما كناش عارفين ندير وبالتالي وبالتالي أي مدرب بيجي يقول لك لا الناس دي مش هتطافت الناس دي هتعمل لي مشاجه سيبك بقى أنك قالوا سكيروش بيبعت للمدربين يقول لهم ما تروحوش وكبص مش محتاج أنا لو مدرب وجاي منتخب مصر هبص هخش على وجهلة هخش أشوف آخر مدرب قعد ثلاث مباريات بس آخر المدرب اللي قابليه عنده مشاكل في الفلوس وفلوس قليلة جدا هلاقي الدنيا من لغبطة هقول لك لا بلاش أنا روح هعمل مشاكل نفسي ليه فدي مش محتاج يا جماعة صحة من الحاجات اللي عمات التصالب اللي هو أقول لك إيه فلان بيبعت رسالة للمدربين عشان يبوز مش عارف إيه فلان التاني هو اللي بيعمل الكلام ده فيش ازاي يعني احنا على عينك يا تاجر زي بيقول كل حاجة بيننا للناس كلها مش محتاج نبعت لحد عموما ربنا يوفقنا إن شاء الله ونجيب المدرب الأصلح لعل التأخير ده يكون فيه خير الفترة اللي جاي طيب تعالوا نروح نشوف التجارب التجارب اللي حصلت في ألمانيا التجارب اللي حصلت في بلجيكا ونبدأ بالتجربة الألمانية عملوا إيه عملوا إيه عشان الكرة عندهم تتطور تعالوا نشوف ألمانيا نجحت في كأس العالم 1990 وكأس أوروبا 1996 بس بعدها عرفت إن دي ممكن تكون النهاية معدل أعمار بيزي تتطور واضح في كل المنتخبات الأوروبية واللاتينية وحتى الأفريقية ألمانيا رفضت تكون بطولاتها بالصدفة أو استثنائية وفكرت مباشرة في إنتاج أجيال جديدة من الشباب ولكن كيف تطورت الكرة تحدث إيجيديوس براون رئيس الاتحال الألماني في 1996 مع المدرب الخبير ديدريتش بايتسا اللي كان بيدرب الأهلي بالمناسبة وبيدرب منتخب مصر قال له إحنا هننظم كاس العالم 2006 وعايزين نعمل منتخب قوي بعد تسع شهور من العمل الشاك اكتشف بايتسا أن هناك كثير من المواهب الشابة المهضرة في الكرة الألمانية بسبب عدم الاهتمام بقطاعات النشئين في الأندية والاتحادات الإقليمية قطوة فيتسا الأولى المقترحة كانت وضع خطة شاملة رصد الصغار وتطويرهم وبساعدة شبكة كوان من 115 مركزا إقليميا في مناطق مختلفة بألمانيا اختصاص تلك المراكز كان العمل مع الشباب بداية من عمر 13 إلى 17 عام لكنهم أرادوا إشراق مراكز لانسفير مركز لانسفير ضمن خطتهم ليتمكنوا من الوصول إلى شريحة من 11 إلى 12 عام يعني أروح للأطفال والشباب وابدأ أشتغل معهم قبلك بايتسا خطته لتطوير قطاع النشئين والموافف في ألمانيا إلى رئيس الاتحاد الألماني إجت جيوس براون وقال له أنها ستتكلف 2.5 مليون فرق يا راجل بقى براون اتخض براون رفض مع طلبه بايتسا وقال له أن هذا الأمر مكلف جدا وكان رد بايتسا أن قطاعات النشئين تحتاج لعدد كبير من المدربين المؤهلين مقاومة مقاومة من رئيس الاتحاد إحنا ماشيين كويس تقاليني نسرف كل ده راحت ألمانيا ظهرت بشكل كارسي في كاس العالم 1998 وكاس أوروبا 2000 عشان يوافق براون على خطة بايتسا وموى المشروع بدل 2.5 بقى قال لك لا خد 3 مليون فرنك بايزة بايزة الحقني بدأ العمل فورا على إنشاء 121 مركزا إقلومات بإمكانهم توفير ساعتين في الأسبوع من التدريبات الفردية على إيه بقى على التكنيك لأربعة ألاف ناشئ تتراوح عمرهم بين الثالثة والسبعة عشر كما تم ضخ 2.5 مليون فرنك آخرين سنويا لمركز لانسفريد بندة للتركيز مع الصغار دون الثانية عشر شريحة تصل إلى عشرة ألاف طفل يلا بقى هاتلم من الأطفال اللي في ألمانيا وتعالي أعلمهم كورا وضع الاتحاد برنامجا جديدا لتطوير المواهب من أجل رؤية منهجية وأكثر تنظيما للعبين في المراكز الإقليمية التي وصل عددها في ذلك الوقت إلى 350 ثم 366 مركزا في وقت لاحق مع مزيد من التدريبات الأسبوعية تحت أنظار ألف مدرب خبير كلهم إيه بقى؟ كلهم يحملون جميعا الرخصة بيه من اتحاد الأوروبي يعني مش أي مدربه خلاص مش لعب معتزل هاتنكرمه وننديله الناشئين نا واحد دارس وفاهم أما الخطوة الثانية فكانت تستلزم إصلاحا داخليا وشامليا وشاملا طلب الاتحاد من كل الأندية تترجى الأولى والثانية إنشاء مراجز داخلية تطوير المواهب الشابة بداية من موسم 2002-2003 كان هذا اسمع بقى شرطا مسبقا من أجل منح الرخص الرخص المطلوبة للأندية المشاركة في مسابقة المحترفين المحلية يعني لو ما عندكش قطاعات ناشئين أو مراكز تطوير المواهب أنت مش تاخد رخص أصلا أنك تلعب كورة اللي بعد وضع الاتحاد قاعدة أخرى من أجل اللاعبين على كل فريق أن يضمن لنفسه وجود تم اللاعبين على الأقل من الذين تدركوا بين الفئات العمرية المختلفة أربع الأقل من ناشئين النادي نفسه أما البقية فيمكن الأندية استكتابهم من الأندية الألمانية الأخرى أما بالنسبة لكتاعات تحت 17 وال19 عام فهناك قاعدة مختلفة يلزم الاتحاد الألماني الأندية بوجود 12 على الأقل من أصل 22 لعباً يصلحون لللاعب لمنتخب ألمانيا أي عليهم أن يكونوا مواطنيين ألمان أنا عايز ألمان بقى ما تجيب ليش أجانب أصبح لدى ألمانيا مراكز عديدة منتشرة في جميع أنحاء البلاد لغربالة كل هذا الكم الهائل من اللاعبين الصغر وللتركيز أكثر على تعليمهم وتطورهم بفضل الاتحاد الألماني بالإضافة إلى الأندية التي بات عليها تركيز مجودتها من أجل إفراز اللاعبين الأكثر موهبة للظهور في مصابقات المحترفين منذ إطلاق هذا البرنامج صرفت ألمانيا شوف بقى الرقم أكثر من 750 مليون يورو لكنها عاد عليهم بالنفع الكبير في موسم 2013-2014 على سبيل المثال تمكن 18 نادياً في الدرجة الأولى من صرف حوالي 90 مليون يورو على برامجهم للشباب واندية الدرجة الثانية صرفت 30 مليون مبالغ كبيرة لكنها تنمن لك الفوز بكعس العالم تماماً كما حدث في 2014 عندما تواجه قطباء ألمانيا باير ميون يورو بروسيا دورتبون في النهاية دورة الأبطال كان لديه لدى الفريقين مجتمعين 26 لاعباً تدرقوا في الفئات العمرية المختلفة ويمكنهم اللعب المنتخب ألمانيا كذلك أكثر من نصف هذا العدد بقليل كان نتاج برنامج الاتحاد الذي بدأ في 2003 2003 بدأوا خدوا كاس العالم في 2014 ودورت من دوباين لعبوا نهاية دورة أبطال أوروبا سلام بعد عشر سنوات من العمل الشاك أصبح نظام العمل في قطاع الناشئين في ألمانيا يدرس في كل العالم بل وفي البرازيل بلد المواهب وفي 2010 قدمت ألمانيا أداء رائع في كأس العالم وحاصد المركز الثالث وفي 2014 رفعت كأس البطولة السلام تعالي بقى بص على بلجيك خلصنا ألمانيا التجربة اللي احنا دائما نتكلم عنها بص بقى التجربة البلجيكية حكاية ميشيل سابلون قائد ثورة تطوير الكرة في بلجيك هيكون معنا بعد لحظات إن شاء الله يعود الفضل الأكبر لتطور الكرة البلجيكية إلى ميشيل سابلون الذي سحب البصات من تحت أقدام منتخبات كبيرة لها باع في صناعة كرة القدم كالبرازيل وألمانيا وإنجلترا وهولندا وفرنسا والأرجنتين ولا بيكون صدفة أن تجد بلجيكا تصل للتصنيف الأول علمان وتحتل المركز الثالث في كأس العالم 2018 لكن جاء هذا نتيجة تخطيط واستفادة من تجارب الدول المتقدمة تحسن كرة القدم ببلجيكا وبدأت تساعد بعض الأسماء وتشارك بأكبر بطولات في العالم ونجح المنتخب بالصعود شيئا فشيئا لمراكز متقدمة بالتصنيف الدولي وجاء تغلق المنتجة وتخطيط رسمه القائمون على كرة القدم البلجيكية لوضع خطة شاملة أصبحت حجر أساس للتطور والتحول بدليل وصولها للترتيب الثالث بروسيا 2018 رغم أن الدولي البلجيكي ليس الأول أوروبان وبترتيب متأخر خلف الأسباني والإنجليزي وطوعا الإطاري والألماني اعتمد الخبير البلجيكي ميشيل سابلون على تنمية كتعات النشيين في المنتخبات البلجيكية المختلفة وأيضا كافة الأندية البلجيكية بداية من عمر عشر سنوات كان هناك تطوير فردي وجماعة للأطفال والشباب باستكتاب أفضل المدربين وتعليم الأطفال للمهارات الفردية والجماعية يقول سابلون أن الوصول إلى البطرات العالمية والمنافسة فيها أمر شديد الصعوبة ويحتاج إلى سنوات من العمل تصل إلى 12 عام يعني نستنى نصبر فيش مشكلة بلجيكي بفضل مشروع على الوصول أكثر من جيل زهبي وقد كان هناك أسباب فنية وراء إنتاج البلد الأوروبي العدد كبير من اللاعبين النجوم المميزين وهو ما يؤكد عليه بوب بروز المدير الفني في الاتحاد البلجيكي لكرة القدم والذي سابق أن ضرر منتخب الشباب والباحث الإنجليزي ستيفن لورانس صاحب نظرية الانحياز النسبي للعمر زي ما قلت لكم نهر ده ضيف نظيف كبير جدا ضيف يستقبلوه في أي دولة في العالم استقبال كبير لأنه مستشار لكرة القدم ناجح جدا أي دولة تحب تسمع من ميشيل سابلون نطور الكرة إزاي؟ هو صاحب أكبر قصة نجاح ربما في تاريخ كرة القدم عشان حول منتخب بلجيك أو حول كرة القدم البلجيكية من حاجة في وسط الترتيب في أوروبا يعني منتخب بلجيك في النص مش كبير قوي مش حاجة عظيمة قوي خلاه هو رقم واحد في العالم واحد من أفضل منتخبات اللي بتلعب كرة قدم بعد اللحظات هيكون معانا الخبير البلجيكي الكبير مهندس تطوير الكرة البلجيكية ميشيل سابلون هو الرجل دفنا اليوم في رقم عشر في كده واحد هو قائد ثورة تطوير الكرة البلجيكية هو مهندس تطوير الكرة البلجيكية هو الرجل اللي خد بلجيك من مرتبة 73 عالمياً إنه يخلي المنتخب البلجيكي في المرتبة الأولى عالمياً خلى المنتخب البلجيكي واحد من منتخبات الوسط في أوروبا وفي العالم خلاه من المنتخبات الكبرى في العالم وفي أوروبا حاجة عظيمة إزاي ده حصل إزاي تقدر تطور منتخب بالشكل ده إزاي تقدر تاخد المنتخب بتاعك إنه يقدر ينافس في كل البطلات من منتخب هزيل بيخسر وما بيسعدش كاس عالم وبسعدش كاس أوروبا لمنتخب في آخر كاس عالم يبقى تالت العالم وبأداء رائع المنتخب البلجيكي في مونديال روسيا 2018 كان أفضل منتخب بيقدم كرة كرة ممتعة كرة إيجابية كرة حقيقة ورائعة وفيها الكثير من المواهب هازر دودي براين ولكاكو وكثير من النجوم في منتخب رائع بكل المقاييس ده حصل إزاي؟ ده ترتب له إزاي؟ ده تعمل إزاي؟ الحكاية مش حكاية مدرب والسلام الحكاية حكاية عقل مدبر حال النهاردة هيكون معنا بعد اللحظات ميشيل سابلون ده مهندس تطوير الكرة البلجيكية ده قائد الثورة في تطوير كرة البلجيكية من ثبات عميق إلى أداء رائع ومميز نموذج ومثل العالم كله يبحث عنه العالم كله بيشوف عمله إيه بلجيكا العالم كله وقصد العالم كله حتى الدول الكبرى في كرة القدم البرازيل والأرجنتين وإنجلترا وأسبانيا وإيطاليا وألمانيا يبحثون دائما عن النموذج البلجيك إحنا هنا بأن أيام وليالي نتحدث عن تجربة الكرة البلجيكية إيه هي تجربة الكرة البلجيكية؟ هي كاية الحكاية في مدرب الحكاية إن إحنا نجيب مدرب جيد الحكاية إن إحنا نجيب مدرب مميز لمنتخب بلدنا الحكاية إن إحنا نقول إن المدرب هيقعد سنين طويلة الحكاية مش كده خالص ده جزء صغير من الحكاية صغير جدا بس الحكاية بتبدأ منين؟ بيحصل إيه؟ بيتعمل إيه؟ عشان يوصل للمنتخب البلجيكي إنه يبقى عنده جير رائع جدا تعرف كيفين دي بروين ده طلعي إزاي؟ عارف إزاي موهبته التوارد؟ عارف إيدن هزار موهبته التوارد إزاي؟ عارف إنه في بلجيكا كانوا مستلمين هزارد ودي بروين ولكاكو وناس تانية كتير وهم صغيرين جدا في السن تسع وعشر سنين عشان يعلموهم أسسيات الكورة يطوروهم في الكورة يطوروهم فرديا وجماعيا تفاصيل كثيرة تفاصيل كثيرة جدا ومهمة جدا عشان كده بحثنا دورنا زي معودناكم دايما في رقم عشرة إن إحنا بنحاول نروح للنماذج الجيدة في مصر وخارج مصر نشوف الناس بتعمل إيه وما فيش مانع لو قلدناهم ويا سلامنا وطورنا على اللي عملوه كمان بس الأول نقلدهم الأول نعمل اللي عملوه الأول نعمل اللي عملوه من عشرات السنين سهل جدا معنا الآن ميشيل سابلون زي ما قلت لكم مهندس تطوير الكورة البلجيكية يا فندم صباح الخير مشرفنا ومنورنا على التلفزيون المصري برنامج رقم عشرة سعيد وأنا مبسوط أني موجود معكم أنا أريد أن أبدأ بالشرح ولكن ماذا تفضل حضرتك؟ ده أفضل شيء أنك تبدأ بالشرح هو حضرتك النهاردة معنا علشان نستفيد من هذه الخبرة الكبيرة وقصة النجاح الرائعة لحضرتك أولا عندما قبل أن نبدأ هذا البرنامج أو تلك الثورة في الكورة البلجيكية كنا نواجه بعض المشكلات في عام 2000 كنا ننظم بطولة الأمم الأوروبية بالتعاون مع بلجيكا وخرجنا من الدور الأول وكان هذا شيئا سيئا جدا بالنسبة لكورة القدم البلجيكية وكان يسبب لنا خجلا كبيرا ولهذا قلنا علينا أن نفعل شيئا بشأن نوعية كورة القدم التي نلعبها ثم بدأنا التشخيص منذ البداية أولا مجال كورة القدم من أوله لآخره ووصلنا إلى نتائج أولها أن كورة القدم في الأندية لا تطور من مستوى الشباب والعديد من اللاعبين أو معظمهم لعبين أجانب وليس من الضرور أن يكونوا هم الأفضل هذه كانت نقطة سلبية والمرتبط بها هو أن اللاعبين الجدد لا يمنحون الفرصة للعب في الفريق الأول والاستنتاج الثالث كان بشأن المنتخب الوطني هو أن المنتخب الوطني كان فقير جدا ومستوى فقير وأقصي من الدور الأول في بطولة الأمم الأوروبية ألفين وعلينا أن نعمل هذا ثم نظرنا إلى المكان في أوروبا وجدنا أن مكانتنا هي بين الخمسة وعشرين والثلاثين وهذا الشيء غير طيب على الإطلاق وهذا لم يكن هو هدفنا وكان هدفنا هو أننا نصل إلى مستوى أعلى وأرقى ولابد أن يكون هذا نتاك عمل كبير مع وجود لعبين جدد يطورون الأداء في المنتخب ثم نظرنا إلى تأهيل المدربين تأهيل المدربين كان بالأسلوب القديم جدا وكان علينا أن ننظر إلى هذه النقطة بمنتهى الحرص وتأني وكان علينا أن نجد حلولا لمثل هذه المشكلة إذن ماذا فعلنا؟ أولا طورنا رؤيتنا الشخصية وكان الأمر واضح هو أننا نريد أن نوفر خبرات عملية وتعليمية لإكساب خبرات في كرة القدم مهمتنا كانت هي توفير الفرص المناسبة لوبيئة تعليمية إيجابية مبنية على الأسس الأساسية للتعليم مثل الثقة واللعب النظيف وعلمنا اللاعبين مهارات الحياة ليكون لاعب جيد وأيضا شخص جيد ثم طورنا الفلسفة الفلسفة بشكل عام تتعلق بموضوعات سأشرحها لاحقا وكان العنصر الأهم في هذا التطوير هو تطوير اللاعب على المستوى الفردي كل لاعب على حدة كان ينبغي علينا أن يتم دعمنا بالإدارة وبالتالي عملنا في الإدارة وطورنا من أسلوب الإدارة كان رئيس الاتحاد هو الدكتور الذي كان عضوا في الاتحاد الدولي وكان رجل له رؤية وقال أن علينا أن ننظر إلى ما يجب علينا فعله في المستقبل وأن يكون لدينا رؤية في تطوير كرة القدم في بلجيكا وهذا ما فعلنا وسأعود لهذه النقطة مرة أخرى لاحقا على المستوى العملي أو فلسفة التطوير عملنا على عدة عوامل أولها هو أسلوب المنافسات وطلبنا من المعنيين الإجابة على أسئلة معينة بشأن الأداء في المنافسات أولها هي أنه إذا كانت المنافسات نحن نحن ماذا نتوقع من اللاعبين ماذا نتوقع من المنافسات ماذا نريد أن يكون المدربين المستوى الذي يجب أن يكون عليه المدربين وبالفعل كانت هناك جامعتين تعملان في هذا التحليل وخرجوا بمبادرات وأطرحات ومقترحات للخروج مثل هذا التطوير المسار الثاني هو تحليل الأداء البدني في مرحلة الشباب وكان هذا مرتبط بالقدرات البدنية للفتيات والشباب وأدائهم البدني وكان هذا مشروع كبير وأتيحت لنا الفرصة بالتعاون مع أحد الجامعات المتخصصة في التربية البدنية وهم الذين حسبوا وخرجوا بتحليلات دقيقة جدا للمجهود البدني للأطفال والشصبيان والبنات في مجموعات عمرية محددة وقارنها بالمستوى الدولي وكان هذا هو المسار الثاني في التحليل المسار الثالث وهو الأهم هو تحليل الأداء في المباريات وأيضا كان بمساعدة جامعتين في بلجيكا وأجريت الأبحاث على عدد من التارسين في هذه الجامعة وقمنا بتحليل حوالي 60 أو 70 طالب وطالبة في مباريات صغيرة وخصيرة المدة وحللنا أسلوبهم للإستلام وتسلم الكرات التمرير التحرك في الملعب حللنا كل مكونات أداء لاعب كرة القدم كل هذا كنا نلعب مباريات ثمانية أمام ثمانية تسعة أمام تسعة ثم حداشر أمام أحد عشر وخرجنا بنتائج وتم نشر هذه النتائج على مستوى الاتحاد الدولي لكرة القدم وفعلا نشرت مقالات بهذا الموضوع ولكنني أستطيع أن ألخصها في عدد معين أنه عندما كانوا يلعبون في مباريات صغيرة الحجم يكون المستوى البدني عالي ويكون عدد اللمسات أكثر وعدد القرارات التي تتخذ أكثر التركيز أكثر الأهداف أكثر حركات حرس المرمى تكون أكثر امتلاك الكرة يكون أكثر وثم ثم مستوى الاستمتاع بلعب كرة القدم كان أفضل أيضا ثم ناقشنا في اجتماعات مختلفة مع ذلك كله مع المدربين وشكلنا مجموعة عمل كبيرة متخصصة في مجال عمل كرة القدم وهذه المجموعات مجموعات متخصصة تتعامل مع حقائق وأرقام بالتعاون مع جامعات متخصصة وخرجنا بنتائج ترجمنا هذه اللغة الأكاديمية إلى لغة فعلية تطبق على الأرض في الملعب ثم بعد العديد من المقابلات والمناقشات كان من المشوق أن نعرف أن المعنيون بالمناقشات ومجموعات العمل كانوا عاملين في كرة القدم كان هناك على سبيل المثال ثمانية عشر مديرا من الأكاديميات وكنا نتعامل مع كل المستويات العاملة في كرة القدم وكل المناقشات كانت بناءة وكنا نستقي منها من تلك المستويات معلومات عكسية ثم نقشنا نقشنا موضوعات كان يتم طرحها بواسطة هذه الأكاديميات في وجود مدربين عالميين محترفين وأخيرا هؤلاء الناس المشاركين المختصين خرجوا بأفكار جيدة أو أعطونا أفكار جيدة وطوروا مبادرات استفدنا منها كثيرا وكنا نعمل على مستوى مجموعات عمل صغيرة بعدد كبير نخرج بالتحليلات التي خرجت من المستويات الأكاديمية سواء على المستوى الفني أو البدني أو التكتيكي أو الأداء في الملعب كل هذا كان من الممكن أن يحدث إذا كانت لدينا إدارة جيدة وإدارة مسؤولة تستطيع أن تدعم مجهودا على المستوى الفني والمستوى التكتيكي وأن يكون لدى هؤلاء المعنيين رؤية للتطوير ورؤية للمستقبل وهذا ما كنا نفعله في مرحلة تطوير كرة القدم البلجيكية بمعنى أن كل من لديه رؤية كان يدخل معنا في هذه الحوارات وهذا بالفعل ما فعلناه وكانت دراسة مستفيدة وأعتقد أن هذا ما حدث يشرح كثيرا كيف تطور مستوانا من هذا المستوى المنخفض في التصنيف والخروج من بطولة ألفين إلى هذا المستوى هذه البطولة كانت بالنسبة لنا قاصمة وفي الحقيقة هي كانت الدافع لكي نطور كرة القدم لدينا كما أن ما فعلناه هو أننا قمنا بشن هجوم مضاد على أنفسنا نحاول من خلاله أن نطور من مستوى الفريق الوطني الفريق الوطني خاض مباريات كثيرة جدا أحرزنا أهداف وسجل فينا أهداف ووجهنا فرق من مستويات مختلفة وتحديدا كل هذه الفرق كنا نستفيد منها ومن مواجهتها كنا نلعب مباريات من مستويات مختلفة ومن مكونات مختلفة تطوير الكرة أتى من لعب مباريات خمسة أمام خمسة ثمانية أمام ثمانية تسعة أمام تسعة أحد عشر أمام أحد عشر حاولنا أيضا تطوير التنظيم من مستوى الدفاع المنطقة إلى تنفيذ الهجمات المضادة ممكن أن نلعب مباريات دفعية نلعب مباريات هجومية ونتدرب على ذلك كثيرا وكنا نواجه فرق ذات مستوى أعلى مننا وفي مرحلة أخرى كنا نلعب بطرق مختلفة مثل المهاجم الثابت مثل لوكاكو على سبيل المثال وهناك لعبين آخرين خرجنا بهم مثل إيدن هازارد ولعبين آخرين استطعنا أن نلعب بهم كرة هجومية هذه الأشياء معا هذا الأمر يأخذ وقتا وشرحنا كل ذلك للأندية البلجيكية وقلنا لهم أن هذه الموضوعات تأخذ وقتا وصبرا ولابد أن يتم تطبيق هذه الخطة بتأني وصبر وأعتقد أن الحسابات التي حسبناها على هذه الخطة أننا سنجني الثمار بعد سبعة أو ثمانية سبعة أو ثمانية أعوام إذا نظرنا إلى ذلك الرقم سنعود بالفكر إلى اللاعبين من ثلاثة عشر عاماً وأربعة عشر عاماً إذا أضفنا سبعة أو ثمانية أعوام سيكونوا في العشرينات هذه هي الدائرة ثم من الممكن أن نبدأ بدائرة أخرى تبدأ من سبعة أو ثمانية لعب من ثلاثة عشر أو أربعة عشر عاماً نبني على مدار هذا الوقت من الزمن هذه المرحلة تأخذ هذا الوقت وكان لابد أن يكون هناك تواصل وتواجد من مدير أكاديميات كرة القدم للمحترفين لأنهم هم عنصر هام ومساعد في هذا الموضوع ويطبقوا الفلسفة ويطبقوا الخطط وأيضاً هناك أسباب أخرى وهناك مستويات أخرى من كرة القدم هؤلاء المديرين للأكاديميات كانوا يبحثون فيها ويطلعون على النتائج وكنا نشرح لهؤلاء المدربين وجهة نظرنا ونشرح أفكارنا إذن هذه هي الخطة الشاملة التي تجعل الأشياء تحدث على الأرض لا أقول أبداً أنه أمر سهل ولكنه أمر صعب يأخذ وقتاً ونحن لم نكن نتوقع نتيجة بنسبة 100% أن كل الناس ستكون متفقة معنا في هذا التطبيق وهذا الفكر ولكن بعد فترة الكل بدأ يتفهم وبدأ يعرف ويدرك أن ما فعلناه وما قمنا به من تجميع مدربين الأندية ومن مرحل عمرية مختلفة للأندية شرحنا له والأسلوب الذي كنا نريد أن ننفذ به الكل بدأ يقتنع وثم تحقق ما كنا نصب إليه وبعد فترة أصبح هناك تحسن في مستوى الأداء الفردي لللاعبين على سبيل المثال لا يوجد لاعب واحد في الفريق الوطني خارج هذا الإطار وكل هؤلاء اللاعبين متميزين جداً يلعبون في فرق كبيرة وهؤلاء اللاعبين كانوا يلعبون في المنتخبات الوطنية في الأعمار السنية المختلفة الأمر يأخذ وقتاً لإعداد اللاعب لأن السبب الرئيسي هو أننا كنا نريد أن نجعل هؤلاء اللاعبين الموهوبين في مستوى يجعلهم يقبلون التطور جسمانياً وذهنياً وبدنياً وكانوا في الحقيقة مستجيبون معنا جداً لهذا وضعناهم تحت ضغوط وضعناهم في مواجهات قوية في الحقيقة كان من الصعب جداً أن تقنع الكل بهذه الخطة بعيدة المدى والأمر تطلب إقناعات كبيرة وتغيير في مفهوم كرة القدم في بلجيكا في الحقيقة كل لاعب لابد من كل لاعب أن يلعب المباراة وفي ذهنه أنه سيفوز بهذه المباراة قبل أي شيء سواء كنت تلعب أمام فريق ضعيف أو فريق كبير لابد على اللاعبين أن يطوروا من أنفسهم إذا وضعت ستين لعب ستين لعب تختار منهم عدد ستين لعب تحت سن 16 عام واخترت من هذا الوعاء وطورت من أداء نسبة من هؤلاء الستين ستخرج بفريق وطني قوي أن يكون الأهم في هذا الفريق هو أنه مقتنع تماماً أن الفوز هو الشيء الحظمي في كل المراحل العمرية أنا عايزة على السؤال الآن يكمل ما بدأته يا فندم وأنا مستمتع للغاية لو تسمح لي لحظة واحدة أريد أسألك المقاومة اللي كانت من الأندية ومن الاتحاد بخصوص أن الموضوع طويل أمد وطبيعي هيبقى الناس مستعجلة للنجاح هل المقاومة دي وجدتها أيضاً من الجماهير هل الجماهير البلجيكية كانت تقبل الخطة طويلة الأمد ولا كان الأمور سهلة بالنسبة للجماهير البلجيكية السبب الذي استطعنا أن نطبق طبقنا طريقة لعب أربعة ثلاثة ثلاثة أنها طريقة هجومية وكنا نبدأ بأساليب مختلفة من اللعب وخسرنا مباريات على مستوى الأندية والفرق الوطنية وهذا هو المقاومة التي كنت تحصل عليها أن الكل يريد أن يفوز ولكن أنا ما شرحته منذ دقائق هنا هو الأشياء الأساسية التي وضعناها في هذه الخطة وحاولنا أن نطبقها بشكل عام ولكن أؤكد لك أن كرة القدم ليست نسخ وطباعة ليست بالأسلوب الجامد ولكن لابد أن يكون هناك نوع من أنواع المرونة لابد أن ندرس نقاط القوة ونقاط الضعف ونقاط التي نستطيع أن نطور من خلالها بعد خمسة أو ستة سنوان هذه المقاومة كانت أقل بكثير بعد سبعة ثمانية أعوام كان هناك تشجيع وليس مقاومة كان هناك تشجيع من مدربين الشباب والمدربين وكل المشروعات التي طبقناها في كرة القدم البلجيكية كانت تبدأ هكذا المديرين الفنيين كنا نشرح لهم الفلسفة بالتفصيل كنا نشرح للمراحل السنية المختلفة للمنتخبات الوطنية والأندية في الفلسفتنا وكذلك نحاول أن نتدخل في الأكاديميات الوطنية لكرة القدم المحترفة نشرح لهم برامجنا ونشرح لهم فلسفتنا وكل شيء كان ينصب على تطوير اللاعب الفرد وتطوير أدائه البدني بشكل مطور وشكل أفضل وهذا ينطبق على كل مرحلة سنية وخاصة في مرحلة الشباب لك بد أن يكون هناك حرص كبير وثم تطبيق الأسلوب الاحترافي مع اللاعبين وعلى سبيل المثال أن يكون هناك نوع من أنواع التكنولوجيا الجديدة التي نضعها على أجساد اللاعبين التي نستطيع أن نتتبع مستوى تطور اللاعب بدنيا وأداه بدنيا ومدى تعرضه للإصابة وإمكانية إصابته بالحقيقة كان هذا يعطينا وعاء كبير جدا من المعلومات التي نستطيع أن نحلل منها أداء اللاعبين نعم كانت هناك مقاومة هذا صحيح ولكن فلسفتي هي أنني أفضل أن يكون هناك مقاومة للفكر أكثر من السهولة لأن عندما تثبت وجهة النظر تكون أنت على حق والكل يقتنع بوجهة نظرك ويستطيع أن تطبق ما تريد أن تطبقه هذه كلها ابتكارات لأن كرة القدم تعتمد على الابتكار والتطوير والفكر وأنا أيضا قلت للجميع أنها من البداية الأمور ستكون صعبة وكان علينا أن نصبر ونقنع من هم حولنا بهذا لأنك تعلم أن الكل يتعجل الفوز ولكن بدأنا كما قلت بالنتائج في البداية لم تكن على أعلى مستوى ولكننا قلنا لهم أن النتائج ليست هي الأهم وإذا استطعت أن تقنع اللاعبين أنهم عندما يفعلون ذلك سيكونون أفضل وأداءهم سيكونون أفضل وبالتالي عندما ستكون على المستوى الفردي يكون اللاعب أفضل سيكون الفريق أفضل وستأتي النتائج وليس العكس لا نطور فريقا برمتها ولكن نطور أفرادا ونطور فكرا وكل هذا على كل المستويات والمراحل العمرية إلى المنتخب الأول سؤالي الجاي لك هو يخص بلدنا بلدنا مصر لو عند علم حضرتك أن منتخب مصر هو المنتخب الأكبر في القرى الأفريقية على مستوى الأرقام وتاريخه في بطلات القرى الأفريقية لما نعوز نعمل تطوير شبه التطوير اللي حصل فيه الكرة البلجيكية وحط في اعتبارك التعداد السكاني الكبير لمصر اللي يزيد عن 100 مليون نسمة هل الأمور تبقى أصعب ولا الأمور تبقى أسهل أنا لا أعرف تحديداً الموقف هناك في مصر ولكن أنا أعرف أن مصر لعبت في كأس العرب وخسرت في دور قبل النهائي ولكن الأداء لم يكن سيئاً وأعتقد أن المدرب كان كارلوس كيروش وهو مدرب متميز جداً كما أنني أعرف أن المدير الفني موجود لكي يجعل المنتخب الوطني يفوز بالمباريات هذه هي فلسفة أي مدير فني أما مدربي الأندية فهي قصة مختلفة تماماً أنا مع أنني أطور من مستوى مدربي الأندية ويكون هناك حوارات ومناقشات مع مدربي الأندية ننتقل إلى مرحلة المدربين المديرين الفنيين ولكن نبدأ مع المراحل السنية 16-17-18 عاماً هذا هو الأفضل ثم لا بد أن يتبع المراحل السنية للشباب فلسفة الفريق الأول وما يقوله المدير الفني الفريق الوطني أمر مختلف ولكن عندما تطبق الفلسفة لمدة 6 أو 7 أو 8 عوام ستكون النجاحات أفضل والإنجاز أفضل وأكبر ثم علينا أن ندرك أن التطوير لا بد أن يواجهه مقاومة من بعض الناس حتى لو هؤلاء الناس هم من مشاهير كرة القدم ولكن لا بد أن نجد وسيلة للمناقشة معهم وإقناعهم والأهم إذا كان لديك لعبين جيدين سيكون لديك أداء أفضل ونتائج أفضل والحقيقة في كرة القدم لا يمكن أن تغير الواقع في كرة القدم أما بالنسبة لمصر وكل دولة ليس مصر فقط عليكم أن تغير لا بد أن تكون الإدارة العليا قوية جدا وأن تبدأ خطة طموحة لمدار ستة أو سبعة أعوام وتكون خطة لها فلسفتها يطبقها مديرين فنيين عاليين المستوى ويفهمون في كل مجالات عمل كرة القدم إذا فعلتم ذلك بالتأكيد ستكون كرة القدم لديكم أفضل وأنا هنا لا أعني بالكرة القدم أفضل أعني النتائج ولكن أعني مستوى كرة القدم ككل ليس النتائج فقط أخيراً لو عرض عليك التواجد في مصر للاستفادة من خبراتك في المستقبل والعمل مع تطوير الكرة المصرية هل تقبل أولاً أنا أنا أعمل في هذا المجال لمدة 22 عاماً وما أفعله الآن في بعض الدول أنني أساعد هؤلاء الدول لتطوير كرة القدم بنوع من أنواع الاستشارات ولكن ما تريدونه وما تحتاجونه هو شخص دعوب جداً لديه فكر مقاتل يستطيع أن يفعل يفعل أشياء مختلفة من الممكن أن يكون مديراً فنياً خبيراً أو ولكنني أستطيع أن أقدم المشورة فقط ولكن أنتم تريدونه شخصاً مقيماً موجوداً لديه فلسفته التي يستطيع أن يمررها لكل العاملين وأن تكون لديه وأن تكون مبادراته وأفكاره مدعومة من الإدارة العليا لكرة القدم في بلدكم وهذا هو الذي يحدد وهذا يكون هذا الشخص هو الذي يحدد الأهداف والاستراتيجيات والكل يدافع عنه والكل يدعمه والأمر سيأخذ أعواماً وسيكون صعباً ولكن لابد أن يستمر هذا الرجل في الدفاع عن وجهة نظري وأفكاره ولابد أن يحقق الأسس لتطوير كرة القدم لأن هذا سيجعل مجال كرة القدم أفضل اللاعبين أفضل لأن أنا أعرف أن مصر بلد جميلة جداً ومصر دولة قوية في كرة القدم وملئة بالأفكار الجيدة أعتقد أنني في تطوير مجال كرة القدم البلجيكية عقدت أكثر من 200 اجتماع لشرح وجهات نظر ونقاط مختلفة في خطتي صحيح لا يمكن لأحد أن ينكر أن عندما تلعب كرة قدم تريد أن تفوز أن تفوز سواء بأي تشكيل أو أي تطوير إما أن تطور من اللعبة لديكم من اللاعب على مستوى صغير خمسة أمام خمسة ستة أمام ستة إلى أن تصل أحد عشر أحد عشر وتكتشف اللاعبين ومن الممكن أن أعرض لعبين لديهم عشر سنوات أو إثنى عشر سنة يلعبون في تلك المباريات الصغيرة مستويات هؤلاء الصغار رائعة جداً نستطيع أن نختار منهم ونصنع نواة للاعب كرة القدم الدوليين هؤلاء اللاعبين سيكونوا نواة لأي فريق المسؤولين عن تطوير كرة القدم لابد أن يخرجوا بخطة واستراتيجية يمكن تطبيقها على مدة معينة من السنين ولابد من البداية أن يكون هناك دعم وأن يكون هناك أكاديميات تدعم الفكر الذي يتم تطبيقه سواء الأكاديميات الأندية أو أكاديميات مراكز الشباب وأن يتم توجيه المديرين الفنيين لعقد دورات تدريبية لهم توجيههم بعقد دورات تدريبية لتطبيق الفكر إذا استطعتم أن تفعلوا ذلك لابد أن يكون هذا بالتنسيق مع المدير الفني للمنتخب الوطني الأول ولابد أن يكون هناك تناغم من الأطراف العاملة في كرة القدم لأنكم بهذا تصنعون كرة قدم جديدة وتصنعون تقليدا جديدا في كرة القدم سواء كان هذا المدير الفني محليا أم دوليا بالنسبة للمدربين أنت تحدثت عن أن المدربين لابد من تطورهم هل كان هناك شروط خاصة لمؤهلات المدرب الذي يعمل مع قطاعات الناشئين ولا كان مجرد أسماء ونجوم كبيرة فقط أحد الأولويات هي نوعية المدير الفني المدير الفني كنا هناك جمعية للمديرين الفنيين هذه الجمعية هي التي ترشح المديرين الفنيين ولكن ما هو المدير الفني الجيد؟ المدير الفني الجيد هو الذي يستطيع أن يخرج بـ 15 أو 16 لعبا من المستوى به ويطور أداء هؤلاء اللاعبين من المستوى به ويعلمهم التكتيكات الدفاع والهجوم والتمرير وإساسيات كرة القدم إذا استطاع هذا المدرب أن يطور أداء هذا العدد من اللاعبين هذه بطاقة نجاح لهذا المدرب وتعليم المدربين هو شيء حاسم جدا ومهم جدا إذا كان اتحاد الكرة لديه هذه المدرسة تحديدا مدرسة تدريب المدربين لابد أن يكون هناك مسؤول داخل اتحاد كرة القدم عن أكاديميات كرة القدم وأن يكون هناك أكاديمية للمديرين الفنيين المستويات الصغرى لأن هذه الأكاديميات ستطور من أداء المديرين الفنيين وهم الذين يستطيعون تطبيق التطوير في مجال كرة القدم أيضا من الممكن جدا أن نقنع مجتمع كرة القدم بأكمله أننا نعمل هذه الخطة من أجل المستقبل وهذه هي الطريقة الوحيدة لأدائها طيب سؤال القدم لحضرتك هل وجدت أي اختلاف أثناء تواجدك في بعض الدول العربية ما بين فكرة تطوير الكرة في الدول العربية والكرة البلجيكية ولا نفس الأمور تقريبا الأمر مختلف من بلد إلى آخر أمور كرة القدم في كل دولة لها خصوصياتها إذن سواء إذا كنت تأتي بأفكار جديدة أو مشروعات جديدة في كرة القدم الأمر يختلف من دولة إلى أخرى إذن من الطبيعي جدا أن يكون هناك اختلاف بين دولة أوروبية ودولة أوروبية أو دولة أوروبية ودولة غير أوروبية الألمان لا يلعبون نفس كرة القدم التي يلعبها الفرنسيون ولا يلعب الإنجليز كرة القدم التي يلعبها البلجيك داخل القارة الأوروبية هناك اختلافات هناك ثقافات كروية مختلفة وهناك أفكار مختلفة وأساليب مختلفة وهناك أساليب مختلفة في المنطقة العربية على سبيل المثال عندما ننظر إلى تونس على سبيل المثال في بطولة العرب تونس والجزائر كانوا الأفضل وهذا هو أحد الأسباب لأنهم يلعبون كرة قدم مختلفة وهناك تطوير في كرة القدم وثقافة كرة القدم مختلفة هناك إذا قرنتها بدولة عربية أخرى مثل أي دولة من الدول وما يحضرني هو قطر والسعودية على سبيل المثال ثقافة كرة القدم أو مجتمع كرة القدم مختلف إذن ما تفعله أو ما تريد أن تغيره سيكون مختلف أيضا ولكن النتيجة أن لا عيبة في هذا الإختلاف لا عيبة فيه ولكنني دائما أحاول أن أقنع الناس عندما كنت في سنغافورة أننا نقنع اللاعبين أن يلعبون كرة القدم السنغافورية بالأسلوب السنغافوري وكذلك عندما أتهت إلى المملكة العربية السعودية أقول لهم أنكم تلعبون الكرة السعودية الأمور مختلفة ولكن ما هي الحلول الأفضل لا يمكن أن تعرفها إلا إذا كان هناك تقييم عندما تلعب فعليا وأن يكون هناك تحليل للأداء وأن تواجه فريق آخر وأن تجد فريقان يلعبان بأسلوبان مختلفان ونتيجة المباراة ستقول إذا كان العمل على التطوير قد تم إنجازه أم لا إذا كانوا يركزون على الاستحواذ على الكرة ننظر إلى إسبانيا في الاستحواذ على الكرة إسبانيا متفوقة جدا لأن لديهم اللاعبين المؤهلين لذلك وأيضا لديهم حوالي 60-70% في أي مباراة لإستحواذ الكرة في بعض الدول يكون الاستحواذ على الكرة هو أسلوب ربما يكون هذا هو الأسلوب وهذه هي الثقافة والفرق بين هناك ثقافات كاروية مختلفة في أوروبا دائن الدول الأوروبية وثقافات كاروية مختلفة بين الدول العربية كل ما أقوله أنه عندما يكون هناك مقارنة في تصنيف الفيفا ستجدوا أن هذا التصنيف يقول أن الفرق الأفضل هي التي تحقق نتائج أفضل لأن هذه هي الفرق التي تحقق نتائج أفضل لأن هذه النتائج تأتي بناء على تطوير مجالات كورلت القدم المنطقة الأوروبية غير المنطقة الأسيوية غير المنطقة العربية التطور يحدث في كل تلك المناطق ومن الممكن قياس هذا التطوير بناء على نتائج وأسلوب اللعب وعلى كل دولة أن تطور مجال كورة القدم لديها بما يتراء لهوة بظروفها وأحوالها ونوعية اللاعبين الموجودة لديها بالفعل لا بد أن يكون هناك تحليل كامل وشامل لمجتمع كورة القدم في كل دولة ثم تحليل لعناصر كورة القدم كلنا على حدة ثم نتتبع ما هي أوجه القصور ونطورها وستأتي النتائج من خلال ستة أو سبع سنوات لا شك لأن كورة القدم ستتطور بناء على هذه الخطة نحن هنا في مصر بصدد اختيار مدير فني جديد للمنتخب الأول هناك معايير تخص كل دولة في اختيار المدرب وهناك معايير عامة وأساسية إيه هي المعايير العامة والأساسية اللي على أساسها بيتم اختيار مدير فني للمنتخب الأول المعيار بسيط المعيار الأساسي لفريق الوطني هو أن يفوز بالمباريات ويتأهل هذا بسيط لكي تفعل ذلك وطبقا للموقف والتحليلات التي أجريتها قبل اختياره أنك تعرف وأن تختار اللاعبين وما إذا كنا عليك أن تطور جيل جديد اللاعبين الكبار سيعتزلون اللاعبين الصغار يتطورون تبدأ هذا التحليل أولا ثم تحلل عدد من المديرين الفنيين المرشحين وتعرف إذا كان سيتطابق مع فلسفتك أم لا لأن الفريق الوطني الأول لا بد أن يفوز بالمباريات هذه هي الخبرة التي اكتسبتها في دول مختلفة أن الفريق الوطني الأول لا بد أن يكسب المباريات ولا بد أن يكون هذا المدير الفني ذو خبرة كبيرة ولديه خبرة كمدير فني ويطور بشكل كبير وأن تكون له نتائج جيدة جدا وهناك أسماء كبيرة في مجال كرة القدم وأن يكون لديه القدرة على العمل مع المديرين الفنيين الوطنيين الموجودين من أجل تطوير كرة القدم وأن يستطيع هذا المدير الفني أن يجد المواهب المختلفة التي يستطيع أن يضمها للفريق الوطني لا بد أن يكون هذا المدير الفني رجل ذو رؤية ويستطيع أن يعمل مع كل نوعيات اللاعبين وأن يفهم ثقافة كرة القدم الموجودة لديكم وأن يلعب كرة القدم بالطريقة التي تحبونها أما الهدف الأساسي هو أن يفوز هذا المدير الفني بالمباريات أنتم ستحتاجون لثلاثة أو أربعة أعوام قبل أن يكون هناك فريق صغير السن مكون من لعبين من 21 سنة حتى 23 سنة يستطيع هذا الفريق أن يتواجد على الساحة لفترة طويلة إذن المعيار الأساسي يتعلق بأهدافكم وما تريدون أن تحققوه خلال عامين أو ثلاثة إذا لم نتأهل بفارق هدف فهذا يعتمد على الحظ ولكنك ستستمر بنفس المدير الفني وبنفس الأسلوب إذا كنتم لم تستطيعوا الفوز مباراة واحدة فقط على الأقل إذن فهناك مشكلة في المدير الفني بل عليكم أن تغيروا المنظومة بالكامل إذن كل ما يتعلق بأهداف الكرة القدم المصرية لابد أن يتم تحديدها أولا قبل اختيار المدير الفني ميشيل سابلون قائد صورة تطوير الكرة البلجيكية مهندس تطوير الكرة البلجيكية أنا حقيقي حقيقي سعيد جدا بهذه المدخلة أو بمعنى أضق هذه المحضرة الزهبية في تطوير كرة القدم أنا بشكرك شكرا جزيلا من التلفزيون المصري برنامج رقم عشرة شكرا جزيلا تن جدا وأهلا بكم وأتمنى لكم كل النجاح حكاية سهلة حكاية بسيطة الحكاية حلوة الراجل مبدئيا كده قال أنه عنده استعداد يد استشارات لأي دولة في العالم النهاردة أنا تعمت تعمت أن أنا ما أعطعوش ولا مرة حتى وهو بيسترسل عشان بالنسبة لي وبالنسبة لحضراتكم وبالنسبة للقائمين على الكرة المصرية بالنسبة لكل بن كوسين من يهمه الأمر الراجل ده النهاردة إدى محضرة رائعة في كيفية تطوير كرة القدم في أي دولة في العالم مش في بلجيكا بس الراجل ده كنز كبير في أي دولة في العالم الراجل ده بينزل أي دولة في العالم كل الناس في كرة القدم في أي دولة في العالم بتحاول تستفيد منه بتحاول تسمع الكلمتين دول إحنا النهاردة هنا في رقم عشرة قدمنا لحضراتكم هذا الأمر واللي يهمني من حضراتكم يعني طبعا فوق رأسي وكل حاجة بس أتمنى كل المسؤولين عن الكرة يسمعوا الكلام ده يسمعوا الكلام ده ويستفيدوا منه ويشتغلوا ويتحركوا الموضوع السهل بس محتاج صبر ومحتاج إدارة قوية زي ما قال ما ينفعش أبدا تنفذ خطة طويلة الأمد من غير ما تكون شخص قوي من غير ما تكون إدارة قوية عشان تفرد على الناس عشان تقنع الناس الناس دول اللي هم مين الأندية قطعات الناشئين في الأندية الأكاديميات مراكز الشباب تقنع الناس دي ازاي أنها تلعب بطريقة موحدة تقنعهم ازاي أنه هم ينموا الطفل أو الشاب هو لسه صغير يتعلم مهارات الكرة فرديا وجماعيا ازاي تقنع ده ازاي بعندك مدربين مؤهلين لقطاعات الناشئين مش نجم بيعتزل فخش تكرم مدرب فريق ناشئين ازاي ده احنا لما نعوز نبني نجيب أحسن مدربين في الكون للشباب دول عشان هم دول اللي في الآخر يبقوا نواة المنتخب الأول النهاردة فخور جدا ان احنا قدمنا لحضاراتكم المحاضرة دي مش المداخلة دي المحاضرة دي من رجل خبير هو الأفضل في العالم على مستوى تطوير الكرة في بلده في بلجيكا كلكم شفتوا ده شفتوا بلجيكا كانت فين وبقت فين على الله في يوم الأيام نبقى زيهم لو عندنا الإرادة لو عندنا الخطة لو عندنا الإسرار ولو عندنا الثقة في النفس ان احنا نقدر وأكيد نقدر ان شاء الله أنا حايف كمان أشكر الأستاذ محمد فؤاد مترجمنا الرائع جدا اللي وصل كلام ميشيل سابنون بشكل رائع جدا أنا شاحبكم كمان تستوعبوا هذه المحاضرة الرائعة بشكل كبير جدا أنا بشكره شكر موصول دايما بيهوة كل زملائي فيه على أداد تحديدا زماننا العزيز أحمد عبد العال اللي سعى لهذه المداخلة المهمة الرائعة لسا مكملين مع حضراتكم كلام كتير مهم جدا عن تطوير كرات القدم ازاي النمازج برة اشتغلت ازاي في ألمانيا اشتغلوا ازاي في بلجيكا اشتغلوا ازاي في دول أوروبية اخرى اشتغلوا عشان يطوروا كرات القدم ويتطوروها طول الوقت طول الوقت طول الوقت لازي يبقى فيه تطوير طول الوقت لازي يبقى فيه إبداعات طول الوقت لازي يبقى فيه تفكير في المستابر بعد الفاصل هيكون معايا زملاء الأعزاء محمد جمال ومحمد عبد الوهاب نتكلم معاهم أكتر عن تطوير كرات القدم نتكلم معاهم أكتر عن تطول الوقت لازي يبقى فيه تطوير كرات القدم ويحصل النهاردة ومبراط الأهلي واسموحة تحديدا ولكن في حاجات أكبر بكتير دايما بتعدينا أو بياخدنا الدوري بأحداثه بمنافساته بمكاسب خسائر بمنها يهبط بمنها يكسب بس في الآخر بننسى هو أصلا إحنا في المكان الصحيح في الكرة هل إحنا أصلا متوارين الكرة بتاعتنا؟ هل أصلا حمنا نلعب كرة حقيقية كرة حلوة كرة ممتعة؟ ولا بس هي شوية المناوشات اللطيفة اللذيذة اللي بتحصل دايما في المكسب والخسارة للفرق المختلفة يشرفني وينوارني في هذه الفقرة محمد جمال ومحمد عبد الوهاب الأصدقاء الأعزاء المميزين دوما جمال مشرفه ونوارني أهربارك كله بخير؟ أهربارك كله بخير؟ أهربارك كله بخير؟ مشيل سابلون ومداخلة كانت بالنسبة لنا مهمة جدا هو رجل كمان خبير ومهم جدا واحد من أهم الأشخاص يمكن اللي في كرة القدم في العالم يمكن مشيل سابلون أنا بسميه الأستاذ هو صاحب أبرز مشروع في التاريخ الكرة والحديث مشروع البلجيكي يمكن بلجيكا دولة تعدادت نشر مليون نسمة دولة مش كبيرة من حيث عدد السكتان كان عندهم فترة جاب طويلة جدا من بعد جهس العالم تسعين والوصول لسيمي فاينل وقبلها 86 ووصول لنص النهائي فترة جاب طويلة جدا عشر سنين وأكتر في مطلع الألفية لما ابتدى مشيل سابلون ابتدى المشروع بتاعه لأنه نتكلم عليه تفصليا بعد شوية يعني لكن بالنسبة لي مداخلة عظيمة جدا وقيمة جدا وأتمنى أن يتم استخدام المداخلة أو بالأحرى المحاضرة اللي الرجل إدها للناس كلها من خلال البرنامج في تطوير الكرة المصرية بجد مش في أن احنا نتعاقد مع مدير فني ولا نشيء مدير فني الكلام شيل سابلون كله كان زي ما تقول كده ايه دروس ياهوب يعني احنا بنسمع دروس مجانية راجل النهاردة ده أنا دروس مجانية مكالمة لمدة أو مداخلة لمدة ساعة أو محاضرة لمدة ساعة فيها كمية دروس مش طبعا يا الراجل بيقول كلام عظيم جدا يبدو كده ان احنا حتى كمصرين أو كمتابعين للكورة بنسمعه الأول مرة مزبوط مستهل المكالمة وكلام بتاعه كله كان فيه ثلاث حاجات أول حاجة هو مفيد جدا هو محزن جدا وتالت حاجة أنا مستغربه جدا ليه؟ هو مفيد طبعا بكل المراحل اللي اشتغل عليها وكان بيحكي بشكل تفصيلي ازاي بدأ المشروع بتاعه لغاية لما شفنا نتائج المشروع ده رقم واحد رقم اتنين محزنة حسنا احنا بعيد عن كل عامل تكلم عنه بعيد احنا ما بدأناش الطريق يعني حتى كمان احنا ممكن نبقى بعيد متأخرين شوية احنا لسه ما مسكنناش الطريق ده رقم تلاتة وده اللي انا استغربته جدا ان الراجل بيشير المعلومة بشكل مجاني طب احنا فين من الناس اللي بتقول الكلام ده من المحاضرات حتى يعني مش لازم ان احنا نجيبوا مستشار زي مثلا ما حصل في لجنة الحكام عندنا وكلام بتاع اتحاد الكورة احنا فين من الكلام ده احنا ليه ما بنبعتش الناس المسؤولين عن الرياضة يروحوا يتكلموا مع الناس اللي على قدر من المعرفة والثقافة وفي نفس الوقت كمان النجاح ده فدي حاجة انا مستغربة جدا الناس ما عندهمش مشكلة ان هما يقولوا المعلومة وينشروها بدون اي اسرار شيل سابلون معايا المدة ساعة الساعة دي تمام بيدي فيها كل افكار وكل المعلومات وكل الساكسي ستوري نفسها قصة النجاح دي كلها بيدينا تفاصيلها مبالحكي معايا نيرو فينجاد الموديل الفني السابق لاتحاد المصر لكورة القدم ساعلته سؤال واضح انت خلاص مشيت والناس بتقول ان انت ما قدمتش حاجة للكورة المصرية قل لي انت عملت ايه قدمت ايه للكورة المصرية تفتكر وردك ايه انا اظن ان مفيش رد اصل ما قدمتش حاجة او نعم مقدرتش اقدم قال لي انا قدمت- بس مقولش الكلام ده في الاعلام او اقدمَّ وا بيقولي ان هو اقدم بس انا مش محتاجة اقولي الكلام ده في الاعلام انا شغلي يعني بيكلم عني أنا عشان كده أقول لك الإجابة أنا مفروطة بما أقدمتش حاجة يعني أنا كان نفسي يقول كده أو 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 ما كانش عندي الفرصة أو الأجواء مش مناسبة أي إجابة من دول لكن أنا أقدمت حاجة أقولها يعني مش كده أنا مش فاهمتك مش تقول الأسرار يا مش تقول الأسرار فنية أو دخطط طيب بعدين أي حاجة بتتعمل أو أي بروشكت بتعمل بل إليه أوتبوت يعني في حاجة بتظهر فانتيني نعرف أوه في حاجة تعملت فعلا على الأرض صحيح؟ أنا مشوفتش أي حاجة بصراحة تعمل الفضل للفيديد طيب عملوا إيه بقى عملوا إيه في العالم عملوا إيه في أوروبا عملوا إيه في بلجيكا في ألمانيا في إنجلترا في أسبانيا في فرنسا عملوا إيه عشان نشوفهم بيتطوروا والناس دي أصلا ما كانتش محتاجة تعمل هي قريدي ناس تيلة وجمدة بس هو يقولك إيه أنا مش أفضل رائع في المكان أنا لازم أطور عشان الناس اللي حولها بتتحرك عملوا إيه أول حاجة بروح للقاعدة قاعدة الممارسة السن الصغير زي ما بتجيك عمارة بداية من سنة ستة سنة أعرف أنا واقف فين وده اللي عمله مشيل سابلون عمل إيه مشيل سابلون؟ راح لجامعة لومان وقال لهم أنا عايز كوا تصوروا لي 1500 مباراة في كل المراحل السنية عايز أعرف المشكلة فين؟ إحنا واقفين فين وعايزين نروح فين؟ ما أنا لازم أعرف أنا واقف فين؟ مشاكل فين؟ لو جيت عملت ده على الكرة المصرية أنا لازم أعرف أنا واقف فين؟ ليه عندي مشاكل؟ يعني إيه بلد فيها 100 مليون أقولها أنا ما عنديش باكرايت ما عنديش باكليفت أنا أصلا ما عنديش فيرود أصلا فيه ندرة في المواهب أصلا وماشا بقى تضيئة ده كلام كله صعب جدا مصطلحات إنها هتتقال على شعب في 100 مليون فعندنا مشكلة في قاعدة الممارسة ده أولا رقم 2 الراجل بعد ما عمل لتصور 1500 ماطش عمل إيه؟ قال لك إنه لقى إنه كل الأندية على مستوى حتى المقاطعات وعلى مستوى الهواية اللعيبة الأولاد الصغيرين معدل لمسهم للكرة في المباراة كامل مرتين بعد ما سجل 1500 ماطش وخدهم الجامعة خدتهم إداهم لشركة متخصصة عشان تطلع له أوتووتز تحليل لكل حاجة ولأ إنه هم بيعتمدوا على الأولاد اللي أجسامهم كبيرة مش اللي عندهم كرة كويسة وده اللي مخلي الكرة البلالجيكية ورا فبتالي يعمل إيه؟ قال لك لا يقفل بها على كل الكلام ده خلص رقم واحد نقل العقيدة من عند الولد الصغير من عقيدة المكسب لعقيدة التطوير مش التلاتة نقطة مش الخناقة اللي بتحصل في كل المراحل السنية لحد بطولة الجمهورية في آخر مسابقة سنية مثلا في مصر دلوقتي الألفين وواحد لا خالص بقى بيحكم النادي ده قدر يطور عدد من اللاعبين قد إيه؟ وبالتالي هياخد دعم قد إيه؟ وبالتالي بعد كده هيطلع لي كام لعيب بقى موجود في منتخبات الوطنية لكل الفئات السنية والكواليتي بتاعت اللعيب ده حصل لها تطور بدرجة قد إيه؟ ده اللي عمله مشيل سابل لما بدأوا هسيبك تكمل بس أقول حاجة اسكت في النص كده إنه إحنا عندنا دوري من سنة تمام؟ فيه خناعة في دوري الشباب من يكسبه الأهلي ولا الزمالي؟ اللي هو أصلا يعني ما يكسب الأهلي ولا الزمالي؟ وأصلا ليه أصلا حد يكسب إحنا يعني هو بقولت الشباب دي ما هي الإضافة ليها؟ هل الشباب يسقطر على نفس القصة كان فيه خناعة النهاردة؟ وفاصل اتحاد الكرة كان مطش ما بين الأهلي والمصري والأهلي خدت ثلاث نقاط علشان الأهلي يتوجب بالدوري فرحة عرمة إنه القصة كلها الأهلي طلع كام لعيب لمنتخب الألفين وواحد المصري طلع كام لعيب لمنتخب الألفين وواحد وهكذا والفرق هم نفسهم؟ الفرق أو الفريق الأول لا اتنين ثلاثة لعيبة وفي المنتخبات أربعة أو خمس لعيبة وده النادي الأهلي الأكبر اللي هو الأكبر قاعدة والأكبر إنفاقاً والقاعدة الكبيرة جداً حتى على مستوى الفريق الأول نرجع الثانية مشيس أفلو فبدالجيك عملت فبدالجيك عملت 2018 2014 خلي بالك، أنا قلتلك هم بدأوا من أول سن كام؟ وركزوا قوي على ستة سنين سنة كام؟ فريق كام سنة؟ 14 و 6 20 كل النجوم في 2018 كانوا حوالين الـ 22 23 29 لأنه هو نتاج واضح تماماً وده بقى تعقيم على النقطة ان انت قلتها انت بتسأل له بينجادة انت عملت ايه قالك انا شغلي فين الاوتبوت الناس هناك قاعدوا تلات بطولات عالم بلجيكا مش بتروح وتطلع لا هي ما بتروحش اصلا والناس هناك متقبلة لان هم معارفين بس وانا عندي يقين انه ده لو اتعامل عندنا بس ناس كان عندها من الشفافية ومن المشروع ما يقنع الجماهير الناس مستعدة تصبر مش لازم يبقى اتنشر سنة زي بلجيكا بس ممكن نصبر لفترة من الزمن لو انا عندي مشروع واضح هيديني عشرين تلاتين سنة بعدها احنا عدنا فترة ما منشاركش في بطولة افراكيا بعد الفين عشر من جير مشروع من جير مشروع من جير مشروع تلاب بطولات ما بلعبش في بطولة افراكيا راح حضر اه انت عملك راح حضر في عمودية ما بتحصل يعني انه انت فيه وقت كتير بتضيعه كتير بتضيعه ممكن تعمل فيه مشروع او كده كده اصلا بتخسر طيب فيه تجارب كتير يا عهوبا مش بس البلجيكية بلجيكية ممكن تبقى الابرز عشان هم نتكلم فيه منتخب في اوروبا بالله ايه كان بالزبط كده ممكن يبقى في القاع او حتى في الوسط مش منتخب كبير في اوروبا بسفجأة بقى منتخب كبير مش في اوروبا في العالم مزبوط لكن فيه تجارب تانية كتير ومهم ايضا المانية اسبانية انجليزية كثيرا طيب زي ما طبعا يعني جمال تكلم على التجربة البلجيكية والديل اللي فيها التحدي الاجبر والديل اللي فيها الانجاز الاجبر انا هتكلم عن التجربة الالمانية ليه لانه هي شبه شوية الاجواء اللي موجودة في الكرة المصرية منتخب كبير منتخب عظيم حصل على اربعة كاس عالم حصل على ثلاثة يورو وصل في فترة معينة ان هو بقى منتخب متوسط في اوروبا فقررته مش على مستوى العالم كمان الصدمة بالنسبة للكرة الالمانية كانت الخروج من دوري المجموعات في يورو 2004 قدام فرقة زي لاتفيا المانيا مش قادرة تكسب تعطلت مع هولندا وخسرت ميتشيك وبالتالي خرجت خروج يعني كان صادم بالنسبة لكل الالمان ده رغم ان هما كانوا وصلوا فينال كتا عام 2020 2004 هي كانت النقطة الفاصلة انت انكلمت في اول حلقتنا النهاردة عن فيتسا المشروع خفت بريقه شوية بدأت الكرة الالمانية ما بتقدمش جديد على مستوى المنتخب بعد ما كسبوا يورو 96 عملوا ايه بعد 2004 بدأوا ان هما يفكروا في مشروع على مستوى المنتخب الاول وعلى مستوى الكرة الالمانية ككل طبعا يوكايم لوف اللي كمل وحصل على كاس العالم كان بدأ كمساعد ليورجين كلانسمن هو اللي تبنى المشروع ده على مستوى المنتخب الاول وعلى مستوى الكرة الالمانية بشكل عام اول حاجة بدأوا فيها زي ما جميل اتكلم على تجربة بيجيكية نفس الفكر هي توسيع القعدة بتاعة اللعيبة والمراكز اللي بتستوعب اللعيبة دي عملوا حوالي 300 مركز لاكتشاف المواهب بقى عندهم 1300 مدرب حاصل على رخصة بي على الاقل و650 ألف لاعب هما القعدة بتاعة اللعيبة اللي هيتستوعبهم المراكز انت متخيل الارقام انت متخيل يعني 1300 مدرب حاصل على رخص بي وهم 80 مليون حتى التعداد كان في الوقت ده اعتبر قريب من مصر 1300 مدرب حاصلين على رخص بي انت احنا اللي حاصل على رخصات يعني رخص سي عندنا في مصر ممكن ما يبقاش 500 ما ده هنتكلم بقى في الاخر على روشيتة للكورة المصرية بعد كده كم؟ 650 ألف لاعب 650 ألف لاعب هما القعدة بتاعته عظيم مع الموضوع ده بقى في الحتة زيادة شوية عن التجربة البلجيكية لان الدوري الألماني دوري قوي مصنف على مستوى القارة الأوروبية فبدأوا يطبقوا النتاج بتاع المشروع بتاعهم ده على كمان الدوري الألماني بدأوا يهتموا جدا أن اللعيب الألمان الصغيرين ياخدوا دقيق لعب أكتر في أنديتهم أن الثقة في المدربين في سن صغير بدأ يظهر عندهم ناجلس من مثلا المدير الفني دلوقتي البايم مينخ عنده 34 سنة عنده تيداسكو المدير الفني اللايبستج عنده 36 سنة اللعب قدام جمهور ودي احنا بنسقط على الموضوع ده وشوفناه في المباريات الأفريقية للأندية وشوفناه على مستوى المنتخب أن اللعيبة مش متعودة تلعب قدام جمهور في الدوري الألماني متوسط حضور الجمهور وبالتالي لما بتلعب على المستوى الدولي بيبع عندهم الثقة أن هم يقدموا مستوياته قانون مهم جدا بقى وده أنا شايف أنه هو أول خطوات الإصلاح بالنسبة لدوري الدرجة الممتازة طبعا مش هيصلح الكرة ده مراحل متأخرة جدا هو فكرة قانون خمسين زائد واحد خمسين زائد واحد ده من منتهى البساطة ده بينظم الاستحواز على الأندية الألمانية لو في مستثمرين رياضيين عايزين يستحوزوا على الأندية الألمانية عشان يضمنوا أن ما فيش نادي شركات بدون جمهور لازم يبقى فيه أندية شعبية المستثمرين يخشوا ويستثمروا في الأندية الشعبية بشروط الشروط دي أن هم يقدروا يستحوزوا على 49% بس من الأسهم بتاعة النادي بحيث أن هي ما تبقاش ملكية مطلقة بالتالي أن الجمهور يقدر يساهم في الأندية دي ويبقى لي القول في التحركات بتاعة إدارة النادي ده ضمنوا أن الأندية لسه تحت سيطرتهم بس في نفس الوقت هم مدخلين الاستثمار ده اللي حاصل مثلا في دوري المحترفين الأمريكي مثلا الأمبي اي أن أي مستثمر عايز يستثمر في نادي بيلعب في الأمبي اي لازم يبقى ليه شروط لازم مراكز تدريب إزاي لازم يبقى في منطقة قريبة من مشجعين النادي ده عشان يضمنوا كده مش هنلاقي إن فيه خمس ستة أندية شعبية من أصل 16 فريق ومعادة الأهلي والزمالك هم بينفسوا على الهبوط بيعانوا إن ما فيش موارد في حين إن فيه أندية شركات أندية الشركات دي غنية بتقدر إن هي تصرف على اللعيبة بتاخد من ميزانات التسويق بتاعتهم والموضوع الجاب عمالة تكبر جدا شفنا الدوري السعودي وشفنا الجمهور في كل مطش في الدوري السعودي على النقيد الدوري المصري فخمسين زائد واحد إحنا ممكن نقف عندها عشان جمال يكمل لنا عند التجربة البلجيكية بس خمسين زائد واحد ده من الحلول للدوري المصري بس دي مرحلة متأخرة في تطوير الكرة بشكل عام في البلد صحيح طيب من الحاجات المهمة جمال إنه فكرة إن إحنا نقدر أو عندنا الإمكانيات اللي تخلنانا نحقق كل ده إحنا ممكن نحلم بس هل إحنا نقدر ننفذ اللي بنحلم بي ده أو اللي إحنا بنشوفه ده يعني هل عندنا قطاعات ناشئين نقدر نسيطر عليها هل نقدر نروح نقطاعات الناشئين في الأندية ونقول لهم أنتم محتاجين تلعوه بطريقة لعبة معينة بأسلوب معينة هل نقدر نعمل أكاديميات تبقى 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 الاتحاد المصر كرة القدم مش تبقى للأندية هل نقدر نعمل الكلام ده ولا الأمور دي صعبة جدا لا بالعجز هي مربحة جدا للأندية لو تعملت بالشكل السليم خلينا أسأل سؤال مهم ما هي عوائد أو المكاسب المالية المالية لأنها بتهم كل الأندية طبعا لبطولات الناشئين في مصر كلها من أول سنة 13 سنة لحد الـ 21 ما هي العوائد المالية الناشئ صفر خسايا خسايا طبعا بصرف بس بعمل إيه بعد كده بطلع ناشئ مش قادر يلعب في الفريق الأول فبيروح كل نادي بيدي للنادي الأقل منه عشان روح أجيب لعيب جاهز فبدفع تاني ليه أنا ما تمش ثق هذه الموهبة بالشكل الكافي علشان تندج ومبقيتش حتى أنها تروح تلعب منتخب علشان تلعب عندك فريق أكل أول فتبقى بتوفر تبقى بتوفر مالين فهي على الصعيد الاقتصادي اللي انت هتصرفه في تمن لعيب واحد تقدر تطور بقطاع ناشئين كامل في نادي هادي الجزء المالي اتنين الربط بقى آلية التنفيذ ما بين وزارة الشباب والرياضة في مشاريعها هم أوقات كتير بيبقوا في مشاريع جارية على اكتشاف المواهب دوريات مراكز الشباب دوريات المدارس الأزمة عندنا أنه ما فيش ربط كل واحد بيشتغل في اتجاه احنا القصة كلها عايزين بقاب فيه مشروع في بعض العناصر منه بتتعمل لكن لأنها ما فيش ربط مع المسؤول الاول عن الكرة المصري هو اتحاد الكرة المصري ايا كان تكوينه عامل ازاي مع وزارة الشباب مع الاندية لازم يبقى فيه آلية للربط ده الاول لازم يبقى فيه آلية ما بين وزارة الشباب اتحاد الكرة الاندية اتحاد الكرة ديما هو الوسيط هو اللي بيدير هذه المنظومة فأنا لازم يبقى فيه ربط لازم يبقى فيه سيستم يمشي على كل السيستم ده كان تحطي له اقتراحات كتير جدا ودايما الناس بتطلع تحاول تقدم حلول لكن للأسف آلية التنفيذ هي الأزمة لكن هل احنا لم تلك عندنا الأمور سهلة جدا صح احتاجين سيستم محتاجين سيستم مش محتاجين فلوس صحية بس هسألك سؤال مهم جدا يهوبا يخص ما تحدثت عنه منذ قليل فكرة المدربين في ألمانيا دوم لازم أو شرط يبقى عندك لغسة بي عشان تقدر تشتغل احنا عندنا معظم المدربين اللي بيشتغلوا في قطاعات النشئين هم لعبين معتزلين بيتم تكرمهم أو يعني بعض الأصدقاء دون أن يكونوا مؤهلين بصفة انه ده فريق نشئين مش مشكلة احنا عندنا الفريق الأول بعد الفاصل اسمع رد محمد عبدالوهاب خليكم معنا لسا مكملين اهلا بحباتكم مرة أخرى لسا مستمرين كلام النهاردة كله تطوير الكورة بس الموضوع أكبر بكتير من دوري طبعا نتكلم في الدوري وطبعا نتكلم على اللي حصل النهاردة ومبراطة الأهلي واسموحة تحديدا ولكن في حاجات أكبر بكتير دايما بتعدينا أو بياخدنا الدوري بأحداث ومنافسات ومكاسب خسائر بمنها يهبط بمنها يكسب بس في الآخر بننسى هو أصلا احنا في المكان الصحيح في الكورة هل احنا أصلا متطورين الكورة بتاعتنا هلأ أصلا احنا بنلعب كورة حقيقية كورة حلوة كورة ممتعة ولا بس هي شوية المناوشات اللطيفة اللذيذة اللي بتحصل دايما في المكسب والخسارة للفرق المختلفة يشرفني وينوارني في هذه الفقرة محمد جمال ومحمد عبد الراهب الأصدقاء الأعزاء المميزين دوما جمال مشرفه ونواره لنهار بارك كله بخير الحمد لله كله بمنور الدنيا نورك ركي بنا خلي أنا كله كويسة كله كويسة كله كويسة جمال أول وهو بقيره يكوف سابلون مشيل سابلون ومداخلة كانت بالنسبة لنا مهمة جدا هو رجل كمان خبير ومهم جدا واحد من أهم الأشخاص يمكن اللي في كورة القدم في العالم يمكن مشيل سابلون أنا بسميه الأستاذة هو صاحب أبرز مشروع في التاريخ الكرة والحديث مشروع البلجيكي يمكن بلجيكا دولة تعدادت نصر مليون نسمة دولة مش كبيرة من حيث عدد السكان كان عندهم فترة جاب طويلة جدا من بعد كاس العالم 90 والوصول لسمي فاينال وقبلها 86 ووصول لنص النهائي فترة جاب طويلة جدا 10 سنين وأكتر في مطلع الألفية لما ابتدى مشيل سابلون وابتدى المشروع بتاعه لأنه نتكلم عليه تفصليا بعد شوية يعني لكن بالنسبة لي مداخلة عظيمة جدا وقيمة جدا وأتمنى أن يتم استخدام المداخلة أو بالأحرى المحاضرة اللي الرجل إديها للناس كلها من خلال برنامج في تطوير الكرة المصرية بجد مش في أن احنا نتعالقت مع مدير فني ولا نشير مدير فني كلام شيل سابلون كله كان زي ما تقول كده إيه دروس ياهوب يعني إحنا بنسمع دروس مجانية راجل نهاردة ده أنا دروس مجانية مكالمة لمدة أو مداخلة لمدة ساعة أو محاضرة لمدة ساعة فيها كمية دروس مش طبعا يا الراجل بيقول كلام عظيم جدا يبدو كده أن احنا حتى كمصرين أو كمتابعين للكورة بنسمعه الأول مرة مزبوط مستهل مكالمة وكلام بتاعه كله كان فيه ثلاث حاجات أول حاجة هو مفيد جدا هو محزن جدا وثالث حاجة أنا مستغربه جدا ليه؟ هو مفيد طبعا بكل المراحل اللي اشتغل عليها وكان بيحكي بشكل تفصيلي إزاي بدأ المشروع بتاعه لغاية لما شفنا نتائج المشروع ده رقم واحد رقم اتنين محزنة حسنا احنا بعيد عن كل عامل تكلم عنه بعيد احنا ما بدأناش الطريق يعني حتى كمان احنا ممكن نبقى بعيد متأخرين شوية احنا لسه ممسكناش الطريق ده رقم ثلاثة وده اللي انا استغربته جدا ان الراجل بيشير المعلومة بشكل مجاني طب احنا فين من الناس اللي بتقول الكلام ده من المحاضرات حتى يعني مش لازم ان احنا نجيبه مستشار زي مثلا ما حصل في لجنة الحكام عندنا وكلام بتاع اتحاد الكورة احنا فين من الكلام ده احنا ليه ما بنبعتش الناس المسؤولين عن الرياضة يروحوا يتكلموا مع الناس اللي على قدر من المعرفة والثقافة وفي نفس الوقت كمان النجاح ده فدي حاجة انا مستغربة جدا الناس ما عندهم مش مشكلة ان هما يقولوا المعلومة وينشروها بدون اي اسرار يعني شيل سابلون معايا لمدة ساعة الساعة دي تمام بيدي فيها كل افكار وكل المعلومات وكل ساكسي ستوري نفسها قصة النجاح دي كلها بيدينا تفاصيلها مبالحكم معايا نيروفينجاد الموديل الفني السابق لاتحاد المصر لكورة القدم ساعلته سؤال واضح انت خلاص مشيت والناس بتقول ان انت ما قدمتش حاجة للكورة المصرية قولي انت عملت ايه قدمت ايه للكورة المصرية تفتكروا الردك ايه انا اظن ان ما فيش رد اصل الرد ما قدمتش حاجة نأ practice قان لي ان اعدمت بس ما قولش الكلام ده في الاعلام مم يعني هو قدمة وعند الفرصة أو الأجواء مش مناسبة أي إجابة من دولة لكن أنا أقدمت حاجة أقولها يعني مش كلا مش فاهم أنت مش تقول الأسرار يا أمش تقول الأسرار فنية أو دخلطة طيب بعدين أي حاجة بتتعامل أو أي بروجيكت بتتعامل بل ليه أوتبوت يعني في حاجة بتظهر فانتوني نعرف أفكي حاجة تعملت فعلا على الأرض صحيح أنا مشوفتش أي حاجة بصراحة تعملت فضل الفيديد عملوا إيه بقى؟ عملوا إيه في العالم عملوا إيه في أوروبا عشي محتاجة تعمل هي أورادي ناس تيلة وجمدة بس هو يقول لك إيه أنا مش أفضل واقف في مكاني أنا لازم أطور عشان الناس اللي حولها بتتحرك عملوا إيه أول حاجة بروح للقاعدة قاعدة الممارسة السن الصغير زي ما بتجيك عمارة بداية من ست ست سنين سنة ست سنين أعرف أنا واقف فين وده اللي عمله مشيل سابلون عمل إيه مشيل سابلون راح لجامعة لما وقال لهم أنا عايزكوا تصوروا لي 1500 مباراة في كل المراحل السنين عايزة أعرف المشكلة فين إحنا واقفين فين وعايزين نروح فين أنا لازم أعرف أنا واقف فين مشاكل فين لو جيت عملت ده على الكرة المصرية أنا لازم أعرف أنا واقف فين ليه عندي مشاكل يعني إيه بلد فيها مئة مليون أقولها أنا ما عنديش باكرات ما عنديش باكليفت أنا أصلاً ما عنديش فرود أصلي فيه ندرة في المواهب أصلي وماشي بقى اتضيق ده كلام كله صعب جداً مصطلحات إنها هتتقال على شعب في مئة مليون فعندنا مشكلة في قعدة الممارسة ده أول صح رقم اثنين الراجل بعد ما عمل لتصور 1500 مطشا عمل إيه قال لك إنه لأ إنه كل الأندية على مستوى حتى المقاطعات وعلى مستوى الهواية اللعيبة الأولاد الصغيرين معدل لمسهم للكرة في المباراة كامل مرتين بعد ما سجل 1500 مطش وخدهم الجامعة خدتهم إداهم لشركة متخصصة عشان تطلع له أوتووتز تحليل لكل حاجة ولأ إنه هم بيعتمدوا على الأولاد اللي أجسامهم كبيرة مش اللي عندهم كرة كويسة وده اللي مخلي الكرة البرالجيكية وراء فبتالي يعمل إيه قال لك لا إيه قفل بها على كل الكلام ده خلص رقم واحد نقل العقيدة من عند الولد الصغير من عقيدة المكسب لعقيدة التطوير مش التلات مش التلات نقط مش الخناقة اللي بتحصل في كل المراحل السنية لحد بطولة الجمهورية في آخر مسابقة سنية مثلا في مصر دلوقتي 2001 لا خالص بقى بيحكم النادي ده قدر يطور عدد من اللاعبين قد إيه وبالتالي هياخد دعم قد إيه وبالتالي بعد كده هيطلع لي كامل عيب موجود في منتخبات الوطنية الكل الفئات السنية والكواليتي بتاعة اللاعب ده حصل لها تطور بدرجة قد إيه ده اللي عمله مشيل سابل لما بدأوا هسيبك تفكرة دي بس أقول حاجة اسقط في النص كده إنه إحنا عندنا دوري من سنة تمام في خناعة في دور الشباب من يكسبوا الأهلي ولا الزمالي اللي هو ما يكسب الأهلي ولا الزمالي وأصلا ليه أصلا حد يكسب يعني هو بقولت الشباب دي ما هي الإضافة لها هل الشباب وإسقطر على نفس القصة كان فيه خناعة النهاردة وفاصل اتحاد الكرة كان مطش ما بين الأهلي والمصري والأهلي خدت 3 نقاط علشان الأهلي يتوجب بالدوري فرحة عرمة إنه القصة كلها الأهلي طلع كامل لعيب لمنتخب الـ 2001 المصري طلع كامل لعيب لمنتخب الـ 2001 وهكذا والفرق هم نفسه الأكبر قاعدة والأكبر إنفاقا والقاعدة الكبيرة جدا حتى على مستوى الفريل صحيح نرجع الثانية مشيز سابلو فبدلديك عملت فبدلديك عملت نحن فين هم فين نحن يتخاني على إيه نحن يتخاني على هوا حرفيا فبدلديك عملت إيه بقى لما بدأ الرجل ضاف مطلع الألفية 2006 2010 2014 خلي بالك أنا قلت لك هما بدأوا من أول سن كام وركزه قوي على سن كام ست سنين سنة كام 2004 طب لما وصله 2018 فرق كام سنة 14 و 6 20 20 كل النجوم في 2018 كانوا حوالين العشرين سنة 22 23 29 لأنه هو نتاج واضح تماما وده بقى تعقيم على النقطة أنت قلتها أنت بتسأل له بين جدا أنت عملت إيه قالك أنا شغلي فين الأوتبوت الناس هناك قاعدوا ثلاث بطولات عالم بلجيكا مش بتروح وتطلع لا هي ما بتروحش أصلا والناس هناك متقبلة لأنهم معارفين بس وأنا عندي يقين إنه ده لو تعمل عندنا بس ناس كان عندها من الشفافية ومن المشروع ما يقنع الجماهير الناس مستعدة تصبر مش لازم يبقى 12 سنة زي بلجيكا بس ممكن نصبر لفترة من الزمن لو أنا عندي مشروع واضح هيديني 20-30 سنة بعدها إحنا عدنا فترة ما منشاريش بطولة أفريكيا بعد 2010 ما جير مشروع ما بلعبش في طولة أفريكيا انا راح حضر انت عملك راح حضر في أمودي ما بتحصل يعني إنه أنت فيه وقت كثير بتضيعه كثير بتضيعه ممكن تعمل فيه مشروع أو كده كده أصلا بتخسر طيب فيه تجارب كثير يا عهوبا مش بس البلجيكاية البلجيكاية ممكن تبقى الأبرز عشان نتكلم فيه منتخب في أوروبا كان بالزبط كده ممكن يبقى في القاع أو حتى في الوسط مش منتخب كبير في أوروبا بسفجأة بقى منتخب كبير مش في أوروبا في العالم لكن فيه تجارب تانية كثيرة ومهم أيضا ألمانية أسبانية إنجليزية كثيرا يعني طيب زي ما طبعا يعني جمال التكلم على التجربة البلجيكية والديل اللي فيها التحدي الأكبر والديل اللي فيها الإنجاز الأكبر أنا هتكلم عن التجربة الألمانية ليه؟ لأن هي شبه شوية الأجواء اللي موجودة في الكرة المصرية منتخب كبير منتخب عظيم حصل على أربعة كاس عالم حصل على ثلاثة يورو وصل في فترة معينة إنه هو بقى منتخب متوسط في أوروبا فقررته مش على مستوى العالم كمان الصدمة بالنسبة للكرة الألمانية كانت الخروج من دوري المجموعات في يورو 2004 قدام فرقة زي لاتفيا ألمانيا مش قادرة تكسب تعاتلت مع هولندا وخسرت ميتشيك وبالتالي خرجت خروج يعني كان صدم بالنسبة للكرة الألمان ده رغم إنه هم كانوا وصلوا فاينل كتا عام 2020 ما هي تكلمة؟ 2004 هي كانت النقطة الفاصلة أنت تكلمت في أول حلقتنا النهاردة عن فيتسا المشروع خفت بريقه شوية بدأت الكرة الألمانية ما بتقدمش جديد على مستوى المنتخب بعد ما كزوا يورو 96 عملوا إيه؟ بعد 2004 بدأوا إنه هم يفكروا في مشروع على مستوى المنتخب الأول وعلى مستوى الكرة الألمانية ككل طبعا يوكايم لوف اللي كمل وحصل على كاس العالم كان بدأ كمساعد ليورجين كلانسمن هو اللي تبنى المشروع ده على مستوى المنتخب الأول وعلى مستوى الكرة الألمانية بشكل عام أول حاجة بدأوا فيها زي ما جميل اتكلم على تجربة بيجيكية نفس الفكر هي توسيع القعدة بتاعة اللعيبة والمراكز اللي بتستوعب اللعيبة دي عملوا حوالي 300 مركز لاكتشاف المواهب بقى عندهم 1300 مدرب حصل على رخصة بي على الأقل و650 ألف لعب هم القعدة بتاعة اللعيبة اللي هتستوعبهم المراكز متخيل الأرقام انت متخيل يعني 1300 مدرب حصل على رخص سبيل وهم 80 مليون حتى التعداد كان في الوقت دا يعتبر قريب من مصر 1300 مدرب حصلين على رخص سبيل انت إحنا اللي حصل على رخصات يعني رخص سي عندنا في مصر ممكن ما يبقاش 500 ما ده هنتكلم بقى في الاخر على روشتة الكرة المصرية بعد كده كم؟ 650 ألف لعب 650 ألف لعب هم القعدة بتاعته عظيم مع الموضوع ده بقى فيه الحتة زيادة شوية عن التجربة البلجيكية لان الدوري الألماني دوري قوي مصنف على مستوى الكرة الأوروبية فبدأوا يطبقوا النتاج بتاع المشروع بتاعهم ده على كمان الدوري الألماني بدأوا يهتموا جدا ان اللعيب الألمان الصغيرين ياخدوا دقيق لعب أكتر في أنديتهم ان الثقة في المدربين في سن صغير بدأ يظهر عندهم ناجلس من مثلا المدير الفني دلوقتي البايم مينخ عنده 34 سنة عنده تايداسكو المدير الفني ليبستج عنده 36 سنة اللعب قدام جمهور ودي احنا بنسقط على الموضوع ده وتشوفناه في المباريات الأفريقية للأندية وتشوفناه على مستوى المنتخب أن اللعيبة مش متعودة تلعب قدام جمهور في الدوري الألماني متوسط حضور الجمهور 41500 مشجع فده مؤثر جدا مع اللعيبة الصغيرة كمان لما بتاخد دقيق مع الفريق الأول أن هي بتتعود على الأجواء دي وبالتالي لما بتلعب على المستوى الدولي بيبع عندهم الثقة أن هم يقدموا مستوياته قانون مهم جدا بقى وده أنا شايف أنه هو أول خطوات الإصلاح بالنسبة لدوري الدرجة الممتازة طبعا مش هيصلح الكرة ده مراحل متأخرة جدا هو فكرة قانون 50 زائد واحد 50 زائد واحد ده من منتهى البساطة ده بينظم الاستحواز على الأندية الألمانية لو في مستثمرين رياضيين عايزين يستحوزوا على الأندية الألمانية عشان يضمنوا أن ما فيش نادي شركات بدون جمهور لازم يبقى فيه أندية شعبية المستثمرين يخشوا ويستثمروا في الأندية الشعبية بشروط الشروط دي أن هما يقدروا يستحوزوا على 49% بس من الأسهم بتاعة النادي بحيث أن هي ما تبقاش ملكية مطلقة بالتالي أن الجمهور يقدر يساهم في الأندية دي ويبقى لي القول في التحركات بتاعة إدارة النادي ده ضمنوا أن الأندية لسه تحت سيطرتهم بس في نفس الوقت هما مدخلين الاستثمار ده اللي حاصل مثلا في دوري المحترفين الأمريكي مثلا الأمبي اي إن أي مستثمر عايز يستثمر في نادي بيلعب في الأمبي اي لازم يبقى ليه شروط لازم مراكز تدريب إزاي لازم يبقى في منطقة قريبة من مشجعين النادي ده عشان يضمنوا كده مش هنلاقي إن في خمس ستة أندية شعبية من أصل 16 فريق ومعادة الأهل والزمالك هما بينفسوا على الهبوط بيعانوا إن ما فيش موارد في حين إن في أندية الشركات أندية الشركات دي غنية بتقدر إن هي تصرف على اللعيبة بتاخد من ميزانيات التسويق بتاعتهم والموضوع الجاب عمالة تكبر جدا شفنا الدوري السعودي وشفنا الجمهور في كل مطش في الدوري السعودي على النقيد الدوري المصري فخمسين زائد واحد إحنا ممكن نقف عندها عشان جمال يكمل لنا عند التجربة البلجيكية بس خمسين زائد واحد ده من الحلول للدوري المصري بس دي مرحلة متأخرة في تطوير الكورة بشكل عام في البلد صحيح طيب من الحاجات المهمة يا جمال إنه فكرة إن إحنا نقدر أو عندنا الإمكانيات اللي تخينانا نحقق كل ده يعني ممكن نحلم بس هل إحنا نقدر ننفذ اللي بنحلم به ده أو اللي إحنا بنشوفه ده يعني هل عندنا قطاعات ناشئين نقدر نسيطر عليها هل نقدر نروح نقطاعات الناشئين في الأندية ونقول لهم أنتم محتاجين تلعوه بطريقة لعبة معينة بأسلوب معينة هل نقدر نعمل أكاديميات تبقى تبعة لاتحاد المصر كورة القدم مش تبعة للأندية هل نقدر نعمل الكلام ده ولا الأمور دي صعبة جدا؟ لا بالصعبة بالعجز هي مربحة جدا للأندية لو تعملت بالشكل السليم يعني خلينا أسأل سؤال مهم ما هي عوائد أو المكاسب المالية؟ المالية لأنها بتهم كل الأندية طبعا لبطولات الناشئين في مصر كلها من أول سنة 13 سنة لحد 21 ما هي العوائد المالية؟ لا شيء خسائب خسائب طبعا بصرف بس بعمل إيه بعد كده؟ بطلع ناشئ مش قادر يلعب في الفريق الأول فبيروح كل نادي بيدي للنادي الأقل منه عشان روح أجيب لعب جاهز فبدفع تاني ليه؟ أنا ما تمش ثق هذه الموهبة بالشكل الكافي علشان تندب ومبقيتش حتى أنا تروح تلعب منتخب علشان تلعب عندك فريق أكل أول فتبقى بتوفر تبقى بتوفر ماليين فهي على الصعيد الاقتصادي اللي أنت هتصرفه في تمن لعيب واحد تقدر تطور بيه قطاع ناشئين كامل في نادي هذا الجزء المالي اتنين الربط بقى آلية التنفيذ ما بين وزارة الشباب والرياضة في مشاريعها هم أوقات كتير بيبقوا في مشاريع جارية على اكتشاف المواهب مراكز دوريات مراكز الشباب دوريات المدارس الأزمة عندنا أنه مفيش ربط كل واحد بيشتغل في اتجاه احنا القصة كلها عايزين بقى فيه مشروع في بعض العناصر منه بتتعمل لكن لأنها مفيش ربط مع المسؤول الأول عن الكرة المصري هو اتحاد الكرة المصري أين كان تكوينه عامل ازاي مع وزارة الشباب مع الأندية لازم يبقى فيه آلية للربط ده الأول لازم يبقى فيه آلية ما بين وزارة الشباب اتحاد الكرة الأندية اتحاد الكرة دايما هو الوسيط هو اللي بيدير هذه المنظومة فأنا لازم يبقى فيه ربط لازم يبقى فيه سيستم يمشي على كل السيستم ده كان تحطي له اقتراحات كتير جدا ودايما الناس بتطلع تحاول تقدم حلول لكن للأسف آلية التنفيذ هي الأزمة لكن هل احنا لامتالك عندنا؟ الأمور سهلة جدا صح احتاجين سيستم محتاجين سيستم مش محتاجين فلوس صحيح بس هسألك سؤال مهم جدا يخص ما تحدثت عنه منذ قليل فكرة المدربين في ألمانيا الدوم لازم أو شرط يبقى عندك رغصة بيه عشان تقدر تشتغل احنا عندنا معظم المدربين اللي بشتغلوا في قطاعات النشئين هم لعبين معتزلين بيتم تكرمهم أو يعني بعض الأصدقاء دون أن يكونوا مؤهلين بصفة انه ده فريق نشئين مش مشكلة احنا عندنا الفريق الأول بعد الفاصل اسمع رد محمد عبدالوهاب خليكم معنا لسا مجملين احنا بحقكم مرة أخرى طيب هو بس ألتك قبل الفاصل عن ليه ليه عندنا دايماً أزمة فكرة إنه المدربين يجوا عندنا مش مؤهلين لقطاعات النشئين هي نفس الأسباب اللي انتكلمت عنها يا كريم بمطاعة البساطة إن الموضوع ملوش ضوابط معينة مش زي ما حصل في ألمانيا مثلاً ألمانيا كان فيه ضوابط معينة يعني وإحنا ممكن نعرض حواريلك الفرق الشاسع مش ما بين ألمانيا وبلد مثلاً زي مصر أو أي بلد يعني مثلاً لسا بتتطور في حتة الكورة الفرق ما بين ألمانيا وإنجلترا هتلاقي الفرق الشاسع ما بين العدد المدربين اللي حصلين على الرخصة B أو الرخصة A أو البرو ألمانيا نتاجاً للمشروع اللي احنا تكلمنا عنه وصلة إن هم عندهم 28400 مدرب حصلين على رخصة B من الاتحاد الأوروبي 28400 مقابل 1759 في إنجلترا مقابل 5500 لليويفا A مقابل 895 90 بالنسبة للبرو عندهم ألف مدرب طبعاً ومقابل 115 ده مش بالصدفة ده دي ضوابط وقواعد الاتحاد الألماني وبواخد السابورت بقى اللي تكلم عليه جمال إن فيه رغبة إن الموضوع ده يتنفذ إن ما فيش حد يبقى مؤهل إن هو يدرب ناشق ويطلع الأساس كويس غير لازم يبقى مؤهل من الاتحاد الأوروبي وحاصل على الأقل على الرخصة B اللي إحنا عندنا عدد ناس ما يعديش الميت مدرب حاصلين كده أو يمكن كمان يعديش الخمسين مدرب فدي ما بتجيش غير لازم يبقى فيه لغبة أقول لكم حاجة حصلت قدام عنايا قدام عنايا يا الله في صديق لاعب مشهور يعني كان لسه معتزل كنا عادين في مكان ما يعني فبيكلم حد مسؤول في نادي بيقوله ما تديني فرقة من 2000 ومش عاربه كام ولا 2000 وكام مبتعا أنا عاد لسه لسه نسه ماتزل ها انت ديني 2000 ولا 2002 ولا 2002 ومش عاربه بنافس الطريقة بالمناسبة هو أشتغل بعد كده في النادي بس هي كده أنه طب إنت إيه أنت كنت لعب كبير بس إنت لسه مخدت يعني لسه ما تعرفش أي حاجة وحتلاقيه مع تغيير إدارة النادي ده هتلاقيه ماشي ودي حد ما كانه مع الإدارة الجديدة أعمل تليفون برده وقعد في نفس المطهب فللأسف هي كده يعني حتى إحنا كنا بالنادي سنين عشان المدرب اللي مسك ما يقدرش يمسك فرقتين في الدورة المصري عشان حركة تغيير المدربين هي لازم يبقى فيه رغبة وقرار وكل يمشي على كل مش على الأهل وزيما التجربة الألمانية بقى وصلت ليه وصلت ليه النتائج مبهرة على كل المستويات على مستوى المنتخب الأول أو مستويات تحت 21 سنة أو حتى تحت 17 سنة وصلوا إنهما بطل أوروبا تحت 21 بطل أوروبا تحت 19 سنة في 2014 في نفس السنة حصلوا على كاس العالم 2016 وصلوا قبل نهاء اليورو وخسروا قدام فرنسا المستضيف 2017 في ظرف ثلاث أيام بس حصلوا على بطل كاس القراط وبطل أوروبا تحت 21 كملوا في 2021 بطل أوروبا تحت 21 ولعبوا المباراة النهائية أربع مرات لأمم أوروبا تحت 17 بطل كاس القراط 2017 تقريبا كانوا يلعبوا بالمنتخب الثالث كانوا يلعبوا بالمنتخب الثالث حتى دراكسلر كان كابتن وهو اللي رفع كاس القراط وكانوا يلعبوا قدام تشيلي وكسبوا 1-0 فالموضوع نتائج مبهرة يعني يمكن أكتر نتائج زبطت معاهم شوية ما كانش فيه عامل التوفيق وحتى كمان الكرة العالمية في الوقت ده برضه يا كريم ما كانش ليها الدومينيشن يعني البرازيل بعدت شوية طبعا بعد 2014 والسبعية وهكذا طيب جمال من الحاجات المهمة جدا واللي أكيد قريت عنها إنه إحنا عندنا مثلا في الناشئين أو اختبرات الناشئين في مصر هنا يقول للعب انزل رأس انزل تأسيمة انزل هاتجول عشان يشوفه هو لعب كويس بيتم اختار إزاي الناشئ أصلا أو اختاره إزاي أو أشوفه إزاي أول حاجة هم مش بس بيقيسوا مهاراته في الكرة هم بيعملوا كشف قياسات عضلية وفيسيولوجية ويجينية على اللاعب اللي جاي لهم حتى لو عنده ست سبع سنين بيشوفوا البيئة اللي هو عايش فيها هلا يغفروا له بيئة مختلفة نواية تواجهة في النادي زي ما كان من فكرة مدرسة المهوبين عندنا في مصر زمان يعني وبعدين يشوفوا قدراته الفنان خلينا أقول لك حاجة بس قبل ما أتنيل على قصة المدربين تعرف أنه السنة الميلادية الأخيرة في الاتحاد المصري لكرة القدم عمل كام ورشة للحصول على الرخصة سي مش بي مش ايه سي تلاتة قال له واحدة تلاتة انت عارف بعض الاتحادات العربية السنة اللي فاتت عاملين 14 ورشة للرخصة سي يعني تقريبا كل شهر يوجد ورشة للحصول على الرخصة سي خمس ورش ورخصة بي ورخصة على الأقل سنوية للحصول على الايه انت فيه بتعمل ايه ده مهم انت بتعملش حاجة عشان بس اكون امين يعني انت بتعملش حاجة تحصل شوية تجيب مدير فني للاتحاد محلي عارف بظروفك لكنه لذال مربوطا بعدم قدرته على التنفيذ ما عندهش اليات تجيب مدير فني اجنبي يرد عليك رد زي اللي ترد عليك انا عملت بس مش اقول عملت بس هنكر مش عارف عملت ايه واتنكر ايه بس انا عملت بس هنكر فهي الأزمة مش بس في اختيار الناشط يعني بالصدفة احنا بنتكلم وفي الفترة الحالية هي اختبارات الأندية بالمناسب كل الأندية الأندية الكبيرة والقندية الصغيرة في القاهرة وبرى القاهرة اختبارات الأندية انا كنت بالصدفة كان من كم يوم فأحد الأندية الكبيرة لك انت تخيل ان هاي القصة اللي انت قلتها دي هو حتى ما بيقولش للولد انت انزل اعمل ايه هو بديك دقتين تلاتة تنزل خمسة ضد خمسة سبعة ضد سبعة واللي عينه تيجي عليه حرفيا أنا دكت في اللي بقول واللي عينه تيجي ممكن ولد ممتاز ولد اللي بقى في الملعب ممتاز وانت ما تشوفهش أصلا لانك مبسيتش عليه لانه مش طبيعي انك تستقبل عشر تلاف طفل عشر تلاف طفل في الفئات العمرية مثلا عشر سنين حدوش سنة اتناشر سنة واللي قاعد بيختارهم خمسة ده غير طبيعي ضد قوانين الطبيعة والكورة انت مش بس ان انت مش ماشي بإطار غير علمي لأ انت حتى الناس اللي هي هنقول في ناس عندها زمان كنا مشغلين بالفطرة في ناس عندها عني هيقدر يقولك ده لعيب كويس أو لعيب وحش ودلوقتي خمس ساعة بيختاروا بيختبروا عشر تلاف حتى الفطرة المصيبة الأكتر انه هم كمان مش مؤهلين للاختيار يعني مش مؤهلين انه يختار فهي شوف انت عددنا واحنا قاعدين دلوقتي كام خطأ مركب فوق بعضه ومستني ان احنا ننجح هتنجح ازاي انت لازم تبتري من تحت تصلح تعرف انت واقف فين احنا في كل التجارب اللي احنا قلناها وفي اكتر منها كتير وفي اكتر منها على صعيد الاندية اول حاجة بيعملها لازم اقيس انا واقف فين عشان نقطة اثنين اعرف مشاكل ايه اللي انا هبتري احط لها حل انت عارف اصلا احنا سبب الحلقة دي النهاردة ياهوبا سبب الحلقة دي النهاردة يا جمال انه انا متأكل مش بلاش متأكل عشان يعني الله اعلم بالنواية والامور بس بناسبة كبيرة جدا اتحاد الكورة والقائمين على الكورة او حتى المتابعين بصراحة يتصوروا ان تطوير الكورة بفكرة انك تعايي مدرب كويس دي اخر اخر مرحلة انت بتخيل احنا عايشين سنوات طويلة حتى هذه اللحظة على مستوى المنتخبات والاندية لو الفريق ناجح فعشان المدرب لو الفريق فاشل فعشان المدرب عشان نقطة ايه رقم واحد ان انت عمرك ما كان عندك مشروع انا قلتها معك هنا بعد رحيل كروش بيوم عمرك ما كان عندك مشروع نفسنا يبعى عندنا مشروع اتنين كل واحد بيجي بيضعر على كلمة واحد كويك وين انا عايز اكسب بسرعة عشان الناس تهدأ عشان اقولوا عليها ناجح مش عايز اعمل مشروع مش عايز افيد المكان انا عايز اعمل كويك وين انا عامل مشروع يبقى انا تكتب بعد 8-9 سنة لغيري فغيري هو اللي يتقال علينا ناجح كونسب للغيري بقى مش ان انا جاي افيد المكان او جاي الناس تفتكرني يعني انت النهاردة مستديف واحد انا قريت عنه كتب كتب مش مقال كتب عام ميشيل سابلو اللي عمله التجربة بتاعته بتتدرس بتتدرس النهاردة في جامعات التجربة بتاعته بتتدرس في جامعات في الوركشوبس جوه الجامعات بتتدرس فانت بتتكلم عن الراجل ده انت هنا في مصر عرفت الراجل ده وانا وغيرنا وبتدرس في دول هيفضل اسمه في التاريخ عشان عمل حاجة هتفضل في التاريخ طلعت او تبوت في النهاية مش عملت الكوكين كسبنا بطولات افريقيا كتير احنا فين دلوقتي صح روشتة ايه طيب قبل الروشتة في حاجة صغيرة في اختيار النشأ هو مش اختيار على اساس فني او نفسي بس لا كمان تعليمي لان في مدرب اسمه كريستين ستريتش ده مدرب كان لفريبورج وراح استون فيلا مسك قطاعات الشباب والنشئين بتاعتهم عمل قرار ان لازم الفرق 17 و 18 و 19 سنة يحصلوا على 34 ساعة في الاسبوع تعليم لان اللاعب والناشئ والشاب المتعلم بيبقى اقدر ان هو يكتسب مهارات يعني اكتر وفي نفس الوقت كمان لان 80% من الشباب دي ما بتكملش كورة صحيح فما بعد ان هو خلاص هو بطل كورة ان لازم يبقى متعلم على الاقل عشان يقدر يتعامل حتى لو يكمل في الكورة وبقى نجب لازم يعرف يتعامل مع نجوميات دي عشان احنا شفناها روشتة بقى روشتة هو تلخيص للكلام اللي احنا اتكلمنا عليه والتجربة الالمانية اللي انا شفتها مناسبة لنا شوية او شبهنا شوية هي على كل المستويات سواء على مستوى النشق واللعيبة الصغيرين سواء على مستوى الدولي الممتاز بتاعنا على كل الجوانب بتاعت الكورة المصرية بتاعتنا طبعا حلوة البردية اللي انت جابت عشان الرشتة المصرية بلازم اللمسة بتاعتنا اول حاجة يبقى في مراكز لاكتشاف المواهب ودي اول حاجة جمال قالها هي فكرة القعدة ان احنا نعمل قعدة من اللعيبة تاني حاجة هي منح للحصول على دورات ورخص معتمدة للمدربين ويتحط لها قواعد وتبقى الزمية بالنسبة لاي مدرب هيدرب سواء لعيبة ناشئين او شباب او على مستوى الدرجة الاولى دقائق لعب اكتر للعبين الشباب في الدرجة الاولى ودي انا كمين عندي فيها فكرة ان هي تبقى مربوطة بعوائد البس للاندية ان هي يعني لو انا مش هلعب لعيبة شباب تمام يعني انتر لسه هتفضل في الدوري بس يبقى فيه شوية حوافز للاندية اللي بتلعب لعيبة شباب على مراحل معينة من الموسم الرياضي عودة الجمهور عشان الجانب النفسي بتاع العيبة وتعاملهم مع الضغوط تنظيم الاستحواذ على الاندية زي ما اتكلمنا على الاندية بتاع الشيكات والاندية الشعبية واخيرا هي برامج تعليمية للناشئين بتفكرنا بمدرسة الموهوبين مش بس كانت بتعلم من ناش اساسيات الكورة والرياضة لا كمان هي كانت حياة متكاملة كنا بنطلع ناشئين على المستوى الفني وعلى المستوى التعليمي حاجة يقدروا يتعاملوا مع النجومية دي ويكملوا في الكورة لسا مكملين مع حضراتكم هذا الحوار اثري جدا النهاردة الحوار النهاردة هو فعلا الهدف منه مش هدف الخناء وهدف الصدارة وهدف الهبوط وهدف المباراة وهدف السوشيال ميديا الهدف النهاردة ان احنا منضيع وقت كتير جدا في الحاجات اللي هي وينقسين كده هلس في الكورة اللي هو ايه كلام بس النهاردة حقيقي بنحاول نساعد بعض كلنا ونترى حلول على قد ما نقدر مش دي كل الحلول طبعا نقعد ونتكلم ومرة واثنين وثلاثة عشان في الآخر تشوف منتخب كبير تشوف قلية كبيرة تشوف مسابقة كبيرة تشوف كورة حقيقية واحنا منستفيد ومنتعلم من تجارب خيرنا لسا مكملين مع حضراتكم وبعد هذا الفاصل نواصل ان شاء الله يا اهلا بحضراتكم مرة أخرى اللي حصل بقى النهاردة يا جمال الاهلي واسموحة اسموحة ثلاثة سفر والاهلي بيحاول يعود ويسجد هدفين وكان والد انه يتعدل طبعا بس اسموحة طبعا مباراة كبيرة واداء هزيل دفاعية من الاهلي النهاردة الاهلي عنده فاتورة بسددة ارهاق اصابات غيابات العام البدني متراجع بشدة انت بتكلم على مجموعة من اللاعبين انت عمال بتدور على مين يلعب وسط الملعب ديانج وبيلعب وغير مكتمل الجاهزية البدنية حمدي فتح بينزل الشرط الثاني مكان ديانج اللي هو غير مكتمل الجاهزية البدنية عمر السولية مستبعد علم علول بيلعب مين في العناصر اللي موجودة دي انا مقدرش اطلع من بقى يقولك لعيب شاب وهو مش موجود فرقة الـ 2001 او اصغر الـ 2001 او اصغر طيب انا عشان عندي دقتين للأسف انت بتعيز تولي حاجة على سموحة بصول عشان سموحة لازم قديهم الكردت سموحة لازاله بيقدمه انا يمكن كنا منتكلم على المباراة من يومين سموحة لازال قوي جدا هجوميا منظم جدا على الصعيد الهجومي بيسجل في كل المباراة بيسجل في 6 مباراة مع اب حميد باسيوني 13 جول النهاردة بيوصل التسجيل بيسجل 3 هدف النادي الاهلي و3 هدف النادي الاهد رقم كبير لكن لازال عنده بشكل دفاعية وده اللي كان يخليه يستقبل لولا قلة التوفيق كان يستقبل كثيره نهاردة مستورة اللي مران حد النهاردة كمان بشكل عام وتحية بالتأكيد لكابتر محيوب باسيوني رأيك كيف المباراة بشكلها؟ رأيين كابتن سامي قمصان كان ممكن يعالج شوية مشاكل الاجهاد بيه ان هو يزود ثالث في نص الملعب او يزود ثالث في خط الدفاع خصوصا لعبت الاهلي تعودت عليها مع موسيماني ان كان بيلعب هايبرد او 3 في خط الدفاع بيقلب في خط النص فشايف ان كان ممكن يتم معالجة خصوصا كمان قدام فرقة فيها سرعات زي عبد الكبير الوادي ومروان حمدي استغرب من بداية الهجمة من تحت في وجود محمد شناوي مش افضل حاجة في تنقيل الكورة من تحت وفي نفس الوقت ديانج بقى له مباراتين بعيد تماما عن مستويه بالضبط انا مش شايف ان هو ليه علاقة بالاجهاد على قد ان هو مش مركز وواضح ان ممكن يكون فيه عروض برا يعني مخرجة عن تركيز ممكن وبشرفت ونورتك العادة استمتعت جدا بك جمالك العادة استمتعت جدا حالك العظيمة جدا انا بشكركم شكرا جزيلا وسهرتكم وسهرنا سادة المشاهدين جدا كل سنة وحضراتكم طيبين تلاتين ستة يوم عظيم في تاريخ مصر زي ايام كتيرة عظيمة يا رب دايما فرحانين يا رب دايما فخورين يا رب دايما بلدنا في افضل حال اشوفكم يا رب على الف خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة